كان فيها أداء جريء في الأغنية الفرنسية عقلت إديت بياف، بس كانت حلوة برضو، كانت دورها كان جيد، كانت. لوفت والله، أنت مقلتش ولا حرف صحة، بس I love it يا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات الحصاد، مش عارف أوصفه إزاي، لو بيجي كل شوية لما يبقى في حب حلوين وكلام زي ده. في البداية أنه أحب نرحب، مش عارف مين فينا المفروض يرحب بالتاني، أنا أرحب بماهر في هذه الحلقة وماهر يرحب بي في هذا الستوديو الجميل، وفي هذه المدينة الرائعة، عايز تعرفنا بالستوديو اللي إحنا موجودين فيه؟ إحنا موجودين في مكان في الرياض اسمه Level Up، أنا اللي أعرف أن الشارع ده اسمه تورك الأول، وناس قالوا لي أن تورك الأول ده أشهر الشوارع اللي موجودة في الرياض. ده حقيقي دي معلومة سليمة، تورك الأول هو أشهر، أنا شعرفني. المهم، محل اسمه Level Up، كلمناهم عندهم محل جيمينج، كده الناس تلعب جوه ومدرئيه. المساحة الجميلة يا جماعة، أنتم مش متخيلين، في بودكاست سبيس، في ستوديو صغير زي اللي إحنا بنصور فيه دوت، في جيمينج رومز، في اختراعات ده مش فاهم هي إيه بالزبط، فبنشكرهم على هذه الاستضافة؟ أكيد، شكرا، Level Up، لأنه صلاحة كلها متورطين، وأنا كنت واعد محمود أنه هنصور المرة دي، لأنه فضحني، أنا جاتني أخبار أنه فضحني، أنه راح بيعد الحصاد اللي عملناه وقاعد يقول أنا ما أجد عملت أي حصاد فيس تو فيس في قناتي أو؟ أنا دخلت دور على البتاع بجد بيوص فين الحلقتين، الحلقتين عندك إيه ظلم اللي أنا فيه؟ يلا خلاص، الحلقة دي فيس تو فيس وعندك برضو، سليم سليم، وإحنا لنا فترة طويلة ما عملنا الحصاد لأسباب ما هنعيدها كل شوية، لكن اللي نقدر نوعد فيه أنه عملنا خطة أنا ومحمود على الفترة الجاية، الحصاد مستمر، حيكون بوقت معقول، الاستثناء الوحيد ممكن يكون معنا شهر يناير وفبراير، بحكم أن أنتوا شايفين، خشوا السينما الآن دوروا على فيلم ما في أفلام، فغالباً يناير هيكون شهر ضعيف، فنستنى فبراير يقوي الحصاد شوية، ونعمل الحصاد يعني في وقت ما في فبراير إن شاء الله، بس بعد كده إن شاء الله هيكون بشكل شهري، وطالما محمود بيطلع معاكم دائماً في الستريم، وطالما إحنا بقناة محمود هنا، أعطوا توصيات على مسلسلات تبقوها لأنه أنا أتعب لما أوصي محمود بمسلسل، لكن لو إنتوا جيتوا من جهة وأنا جيتوا من جهة، يعني نقول إن شاء الله، يعني ممكن، ممكن تصبح، لا، لو الناس بتجمع على إن في مسلسل معين، يستحق إن إحنا نتكلم عنه، يستحق إن إحنا نشوف وأنا مش حامد، بجد والله، طالما كمان عليه ختمة الجودة من ماهر، وأنا عارف زوق ماير في المسلسلات حقيقي رائع بعيداً عن كل الهزار، وعن الكلام ده كله هو لما بيقولي على مسلسل معين، إن ده لازم أشوفه أنا ما بجدلش، بجدل في كل حاجة تانية، بس ده لأ، فآه، إحنا العطلة بتاعتنا ليها أسباب كتير، مش هنقول إن السبب الوحيد هو إن إحنا بننتظر إن إحنا نشحن الأجندة بحاجات كفاية عشان نتكلم عنها، بس ده من العوامل المهمة، أعتقد حتلمسوا النهاردة، إن في حاجات كتير من اللي نتكلم عليها، لو كنا بدرنا أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة، كان حيبقى العدد أقل، كان حيبقى وزن الحلقة أخف، فبالتفاهم كده حنوصل إن شاء الله، بداية سنة موفقة إن شاء الله، كل السنة هونت طيب دولت، أنا متطلع اللي حنعملوا مع بعض خلال السنة، نستطيع كل ما أفكر في القناة، واللي أفكر في أي شيء له في اليوتيوب، أفكر طب محمود معايا فين، هذه الحاجات كلها، فإن شاء الله مكملين بإذن الله، كيف كانت 2023 بالنسبة لك؟ كيف عملتك؟ 2023 بالنسبة لك كانت سنة التجديد في كل المراحل، أنا لي فترة طويلة، يعني من ناحية العملية، من ناحية الأمور دي، مو في رتابة، بس روتين، دخل الروتين الطبيعي، في تحديات طبيعية الواحد نسويها، بس دخلت في مجال الروتين بشكل كبير جداً، 2023 كسبت لروتين ده في عدة جوانب، في العمل أنا بديت أمسك حاجة مختلفة، بعدين الدراسة، لأنه بديت أدرس الماجستير، فده شكلب لحياتي، عارف رجع لي أيام، أنا آخر مرة درست، أنا دفعة 2001، فمتخرج من 2006 تقريباً، ففكرتي ما أنا أقعد، أذاكر، أكتب بحث، رجع كده أحاسيس قديمة، فكان تغيير برده كبير، حاسيس قزرة، والله هي الدراسة متعب الصلاحة، يعني مهما الواحد كبر في العمر، مهما الدرس، مهما كاتل مرحلة، هي متبع تحص عليك هم، العمل يا أخي، ترجع البيت الساعة أربعة، الساعة خمسة، الساعة ستة، الساعة سبعة، الساعة ثمانية عادي، أنا أرجع الوقت حجي، بس طالما فيه دراسة، فيه شيء جاعد يلعب، طب ميتها هتكتب، طب ميتها هتجاهز، طب ميتها هتحضر، هاتحك وضحكك على حاجة، وبعدين نكمل، روح تمكلم المدير بتاعهم على طول، I don't appreciate this kind of language، language ايه، أنا ما تقليش deadline، أنا مصبت الحقيقة كلها عشان كلمة deadline دي بس معاشتك، يا إله إلا الله وحمد رسول الله، يعني فهذا هو، انت حكي لك كيف 23 وعشرين معك، والله 23 على المستوى العملي، وعلى المستوى الأسري، وعلى المستوى الشخصي، ممكن تكون من أجمل السنين، أنا عارف هنا دوت، يعني زي ما بنقول كده، وأما بنعمة ربك فأحدث، فالواحد لما يكون حسس بنعمة من ربنا، ونعمة الأصدقاء، ونعمة الناس المتابعين، ونعمة إن أفراد أسرتي بخير، والدنيا كويسة، لازم محدث بذلك، ولكن أنا دايماً لما بتسئل على السؤال، بجاوب نفس الإجابة، ومع ذلك أنا لو أطول أمحي 2023 داية من على وش البشرية، حمحيها تماماً بسبب المأساة اللي إخواتنا عايشين فيها، اليومين دول، واللي نكمنة إنها تنتهي، وربنا قادر على كل شيء، يا رب، بكل، يا رب، طيب، نبدأ، الأجندة؟ يلا، أجندتنا أفلام، 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 لآخر الدنيا أفلام، آه، كله أفلام فأفلام، آه، والله ما عارف نبتدي منين يا مستر ماهر؟ روح، إيه اللي يجي قدامك، أضرب، 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 أنا حضرب جامد، أضرب، عايز تقول أكوامانتو؟ أوه، أنا عاد سمعت، أنا سمعت أن يتكلم على أكوامانتو، مزلت لهم حلقة طويلة، صحيح، كانت من احتقان أني دافع خمسمية ريال، أنا ومرتي وأولادي الثلاثة، مع بمكون كبير، مع عصيرات، مع مفرحات، مع كله، عشان أطلع بالفيلم الزبالة ده، فأنا طلعت اللي بقلبي، رسمع منك بقى، لا، حاجة صعبة جدا، حاجة ترتقي لمرحلة العقوبة، زي ما اتفقنا، وهي عقوبة، يعني أنا بقول أن هي عقوبة عقوبة مقبولة، يعني لو حد مثلا بيتعرض لحكم معين، عمل جريمة، أو عمل حاجة، ومعروض عليه، يا إما يتحبس ست شهور، يا إما يتفرج على أكوامانتو، لا، يعني بشوية ضغط ممكن يتفرج على أكوامانتو، وتكون أقل شوية من أنك تتحبس ست شهور، مش كتير، بس أقل شوية، الإحساس العام بتاع الإهمال، إنت راجل جاي من الجانب العملي والكوربرت والكلام ده كله، وإنت عارف كويس قوي، المشروع اللي صحابه قربه يقفلوه، بيبقى شكل عمل إزاي، صحيح، والمشروع دوت من الواضح عليه ده جدا، مفيش حد بيحاول، زي ما يكون أغلب الناس اللي اشتغلوا في المشروع، ومش نويين يحطوا في السفيد بتاعتهم أساسا، مش نويين يجوا يذكروا إن هو دوت كان واحد من الأفلام اللي أنا اشتغلت عليها، لا جيسون مموه فيه نفس الطاقة اللي كانت موجودة قبل كده، لا البلوت دي تيلز بتاعتنا فيها ما يكفي من الإبتكار، الفيلون بتاعنا أو الشرير بتاعنا عملية إعادة تدوير مش أكتر على الإطلاق، حتى الأسئلة السياسية اللي دايماً كانت بتتسائل، واللي كانت بتدلل على إن المشروع دوت ليه مستقبل، دي واحدة يعني خضت فضيحة، غالباً لما حد بيحصل دوت يعني لو عاوزت إيس على الجانب الثاني، وأنا أسف إن أنا بعض بقول المقارنة زي ما تكون إيجابية على الجانب الآخر، بس مارفل لما تعرض لحاجة مشابهة مع جونتان ميجرس، قصوا ما بقولش إن مشروع مارفل ماشي كويس، مشروع مارفل زي الزفت، بس هو بيقول لك لأ ده أنا لسه إيدي فيه، لا ده بيقول لك أنا رميد خلاص، يا عمد حتيجي تكلمني في أمبر هرد وسياسة وبتاع، المشروع ده بيخلص، المشروع دوت بيتقفل عليه، كل المطلوب إن تكمئك من الحاجات ده تتصورت وجهزت، مش عاوز أخود ثلاثة أربعة أفلام وأربعة ده ألغيهم قبل ما يتعرضوا، فنزلوا، يعمل اللي يعملوا، كسب خسر مش فارق معايا، هو متطلع للمستقبل وخلاص، منادي اللي ما استغرب منه كمان يعني إنه عارف، عشان إنت جيتني قلت لي إنه إنت جي من عالم الشركات، من عالم الأعمال، طيب عالم الأعمال، لو الشركة مكملة، الشركة مير راح أي مكان، الشركة هي اللي تكون همها إنه المشروع مهما كان يكمل بسمعة هي فجهة الشركة، بس اللي يشغالين عليه رؤساء المشاريع، مدراء المشاريع، المقاولين اللي نشتغل معاهم، لو آخر حاجة بيعملوه هم اللي عملوها سفلقة على قولهم، فإذا كان جيمس وان ولو جيسون ممو يطفشانين وبيغيروا، عارفيني ما لهم مستقبل مع وونر بابرز إنه جيمس جون جاي وما، وعندهم خبر إن لا أكوامان مكمل، ولا جيمس وان حيعمل أي إخراج مستقبل، ولا الإكستندد يونيفورس كله مستقبل، بس الستوديو واليونيفورس هذا برضو حيجيني في المكتبة الخاصة فيها، فكان من المفروض إنه يكون فيه إصرار على الفيلم الوحيد، اللي حقق مليار دولار في شباكة تداكر في محفظة وبرتفوليو الكامل لدي سي، إنه يكمل بنهاية أفضل وتكون وداعية، لأن هذا هو فيلم وداعية لنونيفورس، على أقل كان أشوف رسالة حلوة في الأخير، عارف اللي دائماً، اللي كنت أنا أحياناً انتقدهم، ولو جاءت هنا ما كنت حنتقدها والله، كنت حقولت بشكرا، أنا قال لكم أنتو يعني عابلنا من جي أعمال يشهد العاطفة منك بإنه يجيب لك مشاهد قديمة، ويوري زي بيسلم ويقولك مع السلامة، بس فتكرنا إنه حلو، عارف لو بأي طريقة كانت، كان شوفنا مشاهد قديمة من العالم كله، شايف نهاية الفيلم، يذكرنا بالعشرة السنوات اللي مرينا عليها، لا، الفيلم خلص كإنه في جزء مكمل وكإنه الأمور جاية معانا بكل شي، فلا، لا إنه العالم اللي كانت بتشتغل، بتشتغل بروحه بجلب زي أول، ولا إنه الفيلم نهى على إنها نهاية عشرة سنين، وليس نهاية قصة أكوامان لحالها، وكان خيبة أمل صلاحة منك، زي ما يعني أنت دلوقتي اللي أوحتلي بالملخص بتاع هذا الموضوع، حتى وصاحب المشروع بيغادر، ممكن زي ما بيقوله الإنجليز، بالضبط، أو لكن اللي حصل هو إنه فس إلى أقصى درجة، يمكن النقطة الوحيدة لأنه وإنت مختلفين فيها في النقطة ديت، وأنا عارف في رأيك فيها إن أنت شايف إن القصة مفكتة كذلك، أنا بقول إن الفيلم دوت على مستوى تقبل واحد، ما خدش معنا المغامرة الطويلة ديت، ما يعرفش العالم، ما يعرفش تفاصيله، ما يعرفش يعني إيه إرهاق السوبر هيروز اللي الناس بتعاني منه، يطلع ضحك شوية على الكوميديا، وهي برضو كوميديا بتعاني من إعادة التدوير، لأنها مستعارة من أفلام أخرى، كل التروبس اللي هو استخدمها فيها، بما فيها الأخ الشريري اللي بنعيد فيه ثقة، كإني شايف كريس همسورث والجدع اللوكي لابسين موسك على وشوهم، صحيح، ولأ وجالوا عليهم يعني وبرده، ورحوا حشرهم في وسط الكلام كبه، فهذه المشكلة، أنا شوف أنا مشكلتي مع أكوامان، إنه أنا حبيت أكوامان الأول، هذه أول مشكلة، المشكلة الثانية إنه في عوامل، أنت لما تتكلم أكوامان من اسمه، شيء بحري، تمام، شيء مائي، فأبغى أشوف حاجة مختلفة من هذا العالم، يعني هم جايين من المدن الأسطورية اللي كتبت عليها الكثير من الكتب، وتم وصفها بالكثير من الأوصاف، وتم تناولها أدبياً، وفي كل الكتب والأشياء كبيرة، بشكل كوميلي، بشكل خيالي، بشكل فانتسي، طب ليه ما عايشتني أطلانتس؟ أنا أطلانتس ما طلعت معانا في الصورة، طيب أطلانتس ما سويتوها، طب مخلوقات بحرية، أنا اليوم موجود في البحر، فالمفروض إنه حتى لو في عندي أشرار، وفي عندي أتباع، وعنده جنود، وعنده شر، وعنده مقاتلة، أو أي معركة بتصير، لازم أشوف الشكل البحري التابع للمعركة، يعني موجودين بيصبحوا بسرعة، بعدين ركبوا على السفينة المائية دي، وهم موجودين في السفينة المائية دي، شعرهم بيتحرك كإنهم في الموية، طب انت جوة المركبة، ولا انت برا المركبة، فاهمي؟ إهمال، إهمال، ففيه إهمال في أشياء كتير، حتى لمنجات مخلوقات، عارف يعني أنا اليوم تيبة أخيل أن لو قاعد معهم في الستوديو في وسط القرار، دوت واحد منهم يلاحظ حاجة زي كده، يلوم يا جماعة، إحنا محتاجين غير الإفتس بتاعت المشهد دوت، لأنهم بققوا مجوه المركبة، مش برا وكيبة، تلاقي الإكزيجيتف قال له، يا عمه واحد دي، حياخد ده له، حاجة هي المشكلة، إنه لا مبالاطة، كيف تبغاني؟ احنا نشوف ونكمل معاك، حاجة ثانية، المخلوقات اللي جايين، يا رجل، أخدينهم من جاردين أو دا جالاكسي، محيح؟ يعني جاردين أو دا جالاكسي، ليش؟ كان بيجيب الأشكال الغريبة، والعالم الغريبة، عنده عذر، هو راح عمل ستار وورز الخاص فيهم، يعني اللي كتب غاردين، غاردين، كوميكس أصلاً، كان متأثر باللي ساير مع ستار وورز، على ما أظن، إذا ما خاب ما نظن يعني، في دا الموضور، فهما راحوا ودونا كواكب مختلفة، ومجرات مختلفة، وأشكال بشعة مختلفة، أنت عندك كل الكائنات البحرية اللي ممكن تستخدمها، لماذا تعجب لي كائنات؟ كأنهم جايين من الفضاء، فهي لو جات على القصة بس يا محمود، كان الواحد مشي في بعض الأمور، لكن هي القصة ما كانت متماسكة بالنسبة لي، عامل الشر، إنت استعنت بشرير، طلع معاك في الجزء الأول، هذا المفروض في أي عمل، نقطة قوة لصالح العمل، أن الشرير مبني معاك، وإنت عارف إيش الشر، مبرر، يبغى ينتقم لأبوه، تجي في نصف الفيلم بلا أي مقدمات، تستغنى على أنه ده موجود، أنه استولت عليه قوة أخرى، وطلع لي شرير جديد من عالم مختلف جديد، تبغى أن يتقبل الشيء ده في نصف الفيلم في الجزء الثاني، فكسل، إهمال، وعشان كده أنا القصة ما تقبلتها، وأسوأ شيء عندي في القصة، أنه حتى في الأخير، شفت حكايتنا ما قلت لك، ممكن تدينا توديع عاطفي شوية، التوديع اللي دينا إياه سقيف، الأجندة حاجة المناخ، والكلام ده كله، إحنا ما بنقول لما في مناخ، ولا ما في إنجير لما فهميه، بس دي نقطة انطلاق، مش نقطة وداع، دي لما تتعمل في أفلام تانية، بتبقى تقديم، ده هو نهى الفيلم بالجملة، اللي ابتدى بها آيرنمان رحلته، عمل جانب الأخد، فده المفترض أن واحد بيقول باي باي، وما تقللوش يا جماعة من قيمة الوداع اللائق، يعني مش فكر أنهي جزء، أنت أدرى مني بداية، أنت أشترى مني في الحكاية دي، بتاع دافستان دافيريس، اللي قاله في باي باي البول غوكر، السادس، الساعة السابع، لولا الوداعية ديت، وداعية، وداعية، الوداعية مع الأغنية، جعدت سنين، الآن أي أحد يبدع صديق، حتى الأشياء طبيعية لبيوتنا، الوداع مهم يا جماعة، إحنا وداعنا عالم عشر أسنين، وأنا ما أقول إنه عالم دي سي كان سيء كله، منفستيل كان حلو، آآ، سوويسايد سكوادر الثاني كان حلو، آآ، إش اسمه دا يا ربي، فيه أفلام، والله كانت فيه أفلام، شزام الأول حلو، أكو من الأول حلو، ذا سوويسايد سكوادر حلو، وهو ضي الحاجات من الحاجات الجديدة، مش من الحاجات الغديمة، شزام أنا معاك، عايز أو، فكفي تجارب وجربوا وكانوا بيعملوا ليعرفها ما هو مشروع بالسهل ما هو يوم ولا اتنين ولا فيلم ولا اتنين مجموعة افلامك ممكن تطلع بوداء يليق اكتر من هذا العالم طب هل انت مع ولا ضد قرار قطع الخط هو كان لازم هو كان لازم عارف هما لو كانوا شفت الحوار تبع زاك سنايدر اللي طلع في 2019 او نهاية 18 بداية 19 انه عنده نسخة مطولة وانه النسخة لنزلة 2017 سيئة لو انه وقته الاستوديو اشتروا حب الجمهور واثقوا بزاك سنايدر كان وقته هقولك ايه وكمل اليونيبورس خلاص انت يمديك زاك سنايدر حنتكلم كمان شوانا حنيجي حنيجي انا بس بقولك 2019 بس من يوم ما انتكو استوديو حاربت زاك سنايدر وما تبغى انه يرجع وحاربت كل الافكار في الرجعة ترى الاسلم كان انك تنهي وبالعكس وانهم يتأخر كمان يعني انا لو من الستيديو كان ما طلعت جزامتو ولا كان طلعت اكوامانتو ولا كان طلعت بيردوف بري كل الافلام دي ما كان لها اي طعم عاوز الكاش انفلو يفضل موجود حتى وان كان بمشكل خسائر يعني مش بقولك اهو عاوز ريفينيوز او عاوز بروفتس او عاوز كاش فلو عاوز يفضل بتفضل افلام بتنزل في السينما تفضل تجيب فلوس وكان عنده ما يكفي من الجرأة ان في مشاريع اخرى يقول لا وده من القرار اللي اغضبني انا شخصيا زي بات جيرل فيلم منتهي بالكامل كويس معرفش مين مش بقول كويس يعني حلو بتكلم على ان مشروع عنده مقاومات نجاح حين دك ما ترفض اكو ما انتوت جال الجرين لايت التفكير تفكير كاش فلو فقط هو عارف ان بات جيرل ما عندوش البنكابلتي ما عندوش عناصر الجذب الخضراء بتاعت الفلوس ما هيجيب جمهور متحمس يشوفه وفي الاخر استقروا على انه لو كان حينزل كان حينزل ستريمينج بايركلي ما كان مش حينزل سينما اصلا شاست المعلومة الجديدة اللي انا يا جماعة ركزوا معايا في المعلومة دي ما عليش ركزوا معايا شوي لانه الكلام اللي بقوله حيبانك انه وحي من الخيال بس ما حقيقة اليوم جزء من تقليل الخسائر على الشركات هو محو افلام من على وجه الارض بمعنى انا في يوم من الايام انتشت نقول اكوامانتودا تمام انا ها اقعد طالما هو موجود عندي في الارشيف طالما موجود عندي في منصة اتش بي او ماكس طالما انا ببيع دي بي دي ولا بلوراي طالما انه في اي طريقة في الدنيا اني انا اتربح من هذا المنتج لازم ادفع عليه ضريبة الضريبة تروح حسب النظام الضرائب الامريكي وما كل هذا تمام فمن الطرق اللي الاستوديوهات الآن صارت تسويها ليكتهرب من هذه الضرائب انهم يمسحوا ويحرقوا الباكب كمبليتل واو ويدوا الاثباتات اللازمة انه هذا الفيلم غير موجود فاكرا الميم حق ماتي مكانيه مع ليناردا ديكابري فانت متخيل انه الان ممكن فيلم احنا اتفرجنا عليه في عالمنا ده في وقت حياتنا ده نجي ندور عليه ما نلاقيه لا نسخة ديجيتل ولا نسخة ولا نسخة بالذات انه ما صارت كل الافلام تنزل بلوراي ولا دي بي دي ممكن فعلا يختفي من الوجود كمبليتل خصوصا كمان وانه هم خسروا معركة مع الممثلين ومع المؤلفين بالزبط فمعنى كده ان طول ما العملية تعرض انت عملت ادفع لي تكاليف فهو ده حين الطريقة المثلة لهم لا يا ابويا احرق اي فيلم ما له واي شي شيله عشان انا ما ادفع فانت متخيل هذا لأي درجة يعني خلنا نفكر شوية بعيدا انا كمشاهد وبعيدا كستوديو انا نادرا ما اوقف صف الممثلين بس المثل هاد رصيدو هاد الشي يشتغل فيه في يوم من اليوم بيحطها في السي بي تخيل انا كن شغال في شركة وحاط في السي بي نتراتة سنين من عملي راحت شركة معينة وانت عارف الناس ده بتمركت لنفسها ازاي بتحط خطتها في السنة ازاي اولاد ده هو ده الفيلم اللي حنزل فيه تحت البانر بتاعت دي سي انا عاوز اعب بعديه اربع شهور من غير شغل اشوف البروفايل بتاعيه بقى شكله عامل ازاي تخيل انا في المده ما يتعرضش يبقى انت ضيعت السنة ان مع عمرك لا يتعرب او انه يتشاء او ما يتعرض انت شفت الحاجة علشان نفهم برضو نوصل للناس وطأة قرار زي ده تعمل ايه في مستقبل ممثل شفت الانترفيو اللي كان عامله جوش برولين مش فاكر كان انهي بودكاست اللي كاناب يحكي عالفلوس ايه الده مدهو يوجد اخي يا جماعة الراجل بعد مقام بطوله نوكاونت ريفي رولين ده من بطوله جوش برولين يعني طلع منهم بلا مليم فيلم اوسكرا وينر بلا مليم وكان على جوشك انهي يطرد من بيته لو لا انهيو شارك في فيلم امكان جانجستر ، واامكان جانجستر عمل كيص فجالو شيك من الاداء بتاعه يعني 60 ألف دولار قالك اللي كان حيطلع لي منهم كانوا 25 ألف دولار وأنا طاير من الفرح أنه أنا حدفع إيجار بيتي أنتوا فاهمين جوش برولين صحيح بعد No Country for Old Men وبعد American Gangster وبعدين ركز في الشيك شوية لأب ستي بستمائة ألف دولار مش بستين ألف دولار أعني عايض أنت أحسن مني في الأسماء على بالي وراح إسمها البنت اللي مثل الدينايرس في جيموترون ماذا اسمها؟ أميليا كلارك ميليا كلارك عملوا معها مقابلة قبل فترة ما أدري هي قديمة ولا جديدة مثلا أنا شفت المقابلة قبل فترة فبسألوها يعني إيش أنا نصيحة تديها لأي ممثلة والكلام الأسئلة الكافة اللي نفسي بطل يسألوها دي فأعطت رد أنا يعني بعد ما سمعت الرد قاعدت فترة مصنم لأنه نهت الرد ب وأنا أعديكم زي ما قالت بالضبط قالت لأي شخص يبغى يكون ممثل شف إذا في عندك أي حاجة تانية في حياتك أنت ممكن تعملها وجربها قبل ما تسل ومثل جرب وأعمل وسوي وإذا مرة مرة تبقى تسل ومثل أشتغل ومثل في نفس الوقت لا تتفرغ للتمثيل وإذا مرة مرة ما أنت قادر إنك تسوي جاهز نفسك لكمية إخفاقات لكمية ضغط نفسي رهيب وهنا نهت الجملة لأنه أغلب حيات الممثل هو عاطل عن الأمل بالذات اللي يبدو في البداية أنت قاعد مستني اتصال أنت قاعد مستني تراجليل اللي يوصل للمرحلة أنه هو يبطل شغل من باب رفاهية أنه أنا والله بقعد سنة في البيت كده واسه أنت بتخيل أنك توصل لمرحل أنه أنا آخر دور عمرت زي دي كابريو مثلا آخر دور عمله كان مع وانس ابونا تايم ان هوليود مع كوينتين ترنتينو وقاعد سنتين لأنه ما عمل فجعت سنتين من بعد وانس ابونا تايم ان هوليود إليه ما عمل الفيلم التعبان حق نيتفليكس لأنه هو اللي كان يبغى يبتعد ويبغى يقعد ترى قليل اللي عندهم هذه القدرة أغلب الممثلين تلاقيه تنقل ما بين دور كويس دور تعبان أي كلام وتخلي تقول ليه لأنه يبغى يعيش يبغى يأكل زي ما شفنا بالقصة حق جورج برونين فلما الشركة زي ورنر بردرز اليوم لكل الشركات والإنتاج تقرر أنه بعد الإنتاج وقبل الفيلم ما ينزل أنها تلغي صح أنها هتخسر بس فيه ناس بتخسر أكتر إحنا كمشاهدين الممثلين الكتاب كل الأشياء دي يعني الصناعة بتمر بمراحل صعبة علشان كده المفاوضات مع التحدي الممثلين والتحدي الكتاب كانت من أصعب ما يمكن وعلشان كده الممثلين الكبار وقفوا في كتف الممثلين الصغيرين زي ما بنقول أنا أعيد ونكرر مشكلة العقود بتاعت شركات الإنتاج مع الممثلين لا تضر الممثلين الكبار فأي شيء ومع ذلك هم اللي كانوا بيتظاهروا وهما اللي كانوا بيقاطعوا ولما جالهم تليفون لأوبنهايمر في البرينيار بتاعه في لندن كله يرجع كله رجع ما فيش محدش بيتناقش للحظة ده علشان هم عاشوا العيشة بتاعتمون من السنين الصغيرين عارفين كويس قوي حيحصل لهم إيه من وراء قرارات زي دي تعال نكلم على حاجة كويسة تعال نكلم على مايد ديسمبر مايد ديسمبر يا أخي أنا مرز أعنان طب جماعة أنا بغت تكلم والله نفسي تفتفضوا لمحمود في التعليقات وتقولولوا لأنه إحنا بين نارين والله العظيم إحنا بين نارين بين نار إنه إحنا كلنا كلنا فالحين ومر كويسين في الانتقاد كلنا بس إحنا أكوامان مو حلو السوبر هيروس صاروا تعبانين دي سي أسوأ يونيفورس في العالم كلنا حتى إحنا يعني إحنا عندنا قدوات وأقول لك إحنا بنيننا يمكن بعض الأمور شهرة فيها كمان من الانتقاد اللاذع لبعض الأمور ما نبعد عن ده الشيء أبدا إحنا معاكم في الكلام ده بس نجيكم في الشقة الثاني طب إذا إحنا كنا ننتقد ونبغى أعمال قوية ودائما نتغنى ونقول أعمال التسعينات ولا الثمانينات ولا أيام زمان ونجي نجيب إكزامبلز ونجيب أعمال القتشينور وبدنيرو مدريمين ونتكلم ونقول نبغى أعمال فنية زي كده فينا طب ليه لما ننزل أعمال فنية زي هذه في السينما إحنا يا محبين السينما ما مندي الدعم الكامل ونروح نتفرج أو حتى ما تكون جزء من حديثنا يعني أنا فيه كم فيلم السنة هذه أنا زلال عليهم فعلا ماي ديسمبر واحد منهم آيرون كلو اللي انت ما شفته إلا اللي ما نزل عندكم لا التريلر بتاعته ظهرة الأسبوع ده آه يعني حكومي يمكن يوم الأربع يكون نزل حلو فآيرون كلو اللي حتشوفوه إن شاء الله في مصر آه مع محمود إحنا نزل عندنا أنا أتكلمت مع اثنين من السينمات في السعودية يقول لي يا ماهر وكان وقتها تم عرض الفيلم لمدة 12-13 يوم فبعتب عليهم على الأوقات السيئة للأفلام وإنه جيت مرة بحجز لقيت وقت الساعة 2 في الليل وإذا قلت بتتريقوا على مين مين حرح تفرج فيلم الساعة 2 في الليل يقول لي أنت بتخيل في 12 يوم تقريبا عدد التكت اللي مباعد لهذا الفيلم بين كل السينمات في السعودية ما يتجاوز 500 تذكر طب أفلام زي دي فنية اللي هو نفس عدد التذكر اللي ماهر دفعها عشان أقوى منتو تخيل هو وأسرته 500 تذكر ده 500 ريالي فأنا اللي بقوله بس يا جماعة إنه في أفلام إذا تثقوا في دوج محمود وإنتوا هنا مشتركين في القناة أكيد تذقوا في دوج محمود إذا أنا أعني لكم شيئا برضو بحكم قناتي يا دود انت صاحب بيت فلما نجي نتكلم ونقول فيلم فني فيلم حلو فيلم سريالي فيلم فني يعني معمول بشكل جيد نروح نوري الناس دين أو على الأقالي عمي نتكلم على الفيلم نخليه حالة كلام ننتقد فيه ونجيب الإيجابيات لأنه فعلا الأفلام دي جيدة 100 ديسمبر السنة هذه ما حصل على التقدير الكافي وفيلم آيرون كلو أنتظرك تتفرج عليه ونتكلم عنه فنتكلم الآن على 100 ديسمبر عاوز أكمل على الوجة النظر اللي أنت قلتها وهي سليمة بنسبة 100% إحنا لسه من شوية عاملين حلقة دروس 11 بتاعة أفضل سيناريو وزي ما قلت في الستريم المرضود بتاعها خيالي من تقبل الناس ليها وحبوهم ليها الناس راحت تدور على الأفلام اللي إحنا تكلمنا عنها إنتاج التمانيات والتسعينات اللي لسه موجودة على يوتيوب وبقيت من الكومنتات اللييدنج هناك إحنا جايين من حلقة أفضل السيناريو والناس راحت تتفرجت على الفلام ما جاليش حد بيقول إيه عم الترشيح الزبالة ده ناس راحت اتفرجت انبسطت وكتير من الأفلام اللي راحوا شافوها ديت ذكريات مفجعة لتجارب في شباك التذاكر منها فيلم زي عرق البلح اللي هنعملين نرشحه للناس ونتغنب جملياته والناس لما شافيته بقى اتطيرة من الفرحة من الإبداع الفني اللي موجود فيه ده قعد في سنة أسبوع سنة صدوره مش بتكلم على بتاعت فايت كرب عندنا نواحة من الاجزامبلز هذي يقدري جو الحواديث اللي احنا النهاردة اللي حضراتكم بتقعدوا معانا تستغربوا منها زي ما تكون أساطير حصلت في الزمن ما كانش فيه مشاهدين يعني ايه عرق البلح ده مايتشافش يعني ايه فايت كلاب دوت فشل في السينما يعني ايه شاوشان كريدامشن دوت محدش اكتشفه غير لما تظهر في الVHS اللي حضراتكم بتشتكوا منه بتستغربوا منه ده بتعملوا النهاردة صحيح انتو بتعملوا النهاردة من الأفلام المتميزة اللي مليانة اجتهاد على مستوى السيناريو على مستوى الاخراج الفني على مستوى الابداع على مستوى التكسيد واحنا بنروح عاملينها كده ونقول لما تبقى تيجي على التلفزيون لما تبقى تظهر على منصة وده احنا كده كالترخير الدنيا اغلب الناس لمستنية منصة ولغيره اغلب الناس يولا كابقى جوهوا في التلفزيون زي ما يكون حق مكتسب عندنا ان احنا حنقرصانه ونشوفه خلاص انا منات جودجنج بس عايزين نشوف انعكاس الكلام دوت على المستوى العام بتاع المعروضة عندنا بقى شكل عامل ازاي مي ديسمبر حدوتها قصة قصة حقيقية بشكل او باخر او الخلفية بتاعتها حقيقية وحصلت وهي علاقة جنسية نشأت او علاقة جنسية سلاش غرامية نشأتنا بين مدرسة وطالب عندها ذهبت بسبب هذه العلاقة الغير شرعية للسجن ولما خرجت تزوجت هذا الولد اللي كان كبر في السنه بقى يصلح يعني للزواج وعاشت معاه حياة كاملة والنهار ده في ممثلة عندها الحقوق او الستوديو بتاعها عنده الحقوق بتاعت هذه القصة وحتجسد شخصية هذه السيدة فبتروح تقضي معاهم وقت تعمل انترفيو او مقابلات مع كل الافراد المتعلقين بهذه الحدوتة علشان تجهز نفسها للشخصية ومن خلال الدراسة بتاعتها احنا كمان بنطلع على العالم ده وبنشوف العلاقة الغريبة ده ابعدها عاملة ازاي الفيلم دوت من بدايته كده في اجمل طرح اكسبوزيشن انا بحبه في الدنيا ودائما بدافع عنه سفير المشاهد صرت حافظها منك صرت تركز معاه كمان ان مش بس الكنين بتوعنا اللي عايشين مع بعض بقالهم عشر سنين فجأة قرروا يتواجهوا لما عرفوا ان في كاميرا بتصورهم لا هو فيه غريب جاي مش مسدق اللي هو بيتفرج عليه يعني ايه عايشين يعني ايه عندكم ولاد يعني ايه ولادك لما يتحطوا جنبك تقريبا شكلهم زيك تقريبا شكلهم قدك تاكسيدات تمثيلية رائعة وانا عادة ما بحبش الجولدن جلوبز وما بحترمهاش ولكن احترمتها السنة دي لا السنة دي الجولدن جلوب وهنتكلم عنه صح الجولدن جلوب السنة دي احترامي على كل الاسعادة ان كان من تمثيل من كل الاختيارات يعني هما برضو يعني لخبطوا الكوميدي مع الدراما علشان يوسعوا القاعدة ولكن انتصروا لرأي ورأي في ان الولد اللي قام بدور الزوج الشاب المعرفش ايه دوات بالبلدي بالبلدي زي ما بنقول كل جوليان مور وكل ناتالي بورتمن كلهم رائع من اللزين وجوليان مور وناتالي بورتمن اعطوا افضل اداء لهم من ايام الاوسكار اللي سووه يعني ان كان ناتالي بورتمن ادتنا اوسكار في بلاك سوان ولا جوليان مور في ستيل أليس انا اشوف انه هذي الدور هو اول دور جيد ودور اوسكاري او دور تمثيل عالي من بعد الافلام هذه الاثنين والولد قدر يأكلها لسبب واحد انه احنا من بداية الفيلم قاعدين يقول طب احنا ليه مكبرين الموضوع وخلاص يعني غلطه الحرمة غلطت لمن كانت ودفعت ثمن الغلطة ودخلت السجن وعملت علاقة مع ولد صغير مع انه مرعب انه اعملت علاقة مع واحد عمره 14 و15 سنة بس خلاص هذا كان الغلط صار والان تزوجوا والان مخليفين عيالي ففعلا فعلا فعلا على الرغم من انه متقزز من نوع العلاقة وكيف نشأت في الاساس بسرت في صراع بيني وبين نفسي يقول طب مولي صار صار هل هذا يعتبر الان تصليح لهذه العلاقة هل يعتبر الان اه او الفيلم بيدلل لنا ان رغم البداية الغريبة ده يتنجحوا في الاخر نجحوا في العلاقة فقالت طب الفيلم بيحاول وصلنا ايش وهذا الجميل انه لما نجب لنا شخص غريب الشخص الغريب ده صار عيننا صارنا عن طريق اجتهادات هذا الشخص الغريب في التحقيق داخل العائلة والتحقيق هنا معشا في جريمة واحد بحقك لا ممثلة تبه يتمثل الدور بافضل طريقة ممكنة لدرجة تتكلم مع الشخصية اللي هي حتمثلها مع زوجها مع عيالها تروح المكان ما اشتغلت تحاول تحس بكل التفاصيل عندما يعرف بالتمثيل بالمثل اكتنج او تقمص طريقة التقمص اللي تتطلب ان الانسان يعيش الشخصية يومه كله مو بس تما تشتغل الكاميرا فهذا الشي خلي يفتح عيوننا على اشياء كثير وردا على استفساري طيب الحياة صارت سهلة وعايشين لا الرجال اللي شايفين والناضج ما هو ناضج هو ما زال مقبع في حقبة زمنية معينة في عمر معين بسبب نوع العلاقة الغير صحي ما زال يتعامل عليه ان هو يستنى ردة الفعل من الكبير اللي هي مرت وهنا على الرغم ان هو كبر في السن فاللحظة اللي ينفجر فيها انا يعني من اجمل من المشاهد في السنة كلها كانت لحظة رهيبة وفي مشهد لما اتكلمنا في الفيلم المرة الصادقة في البرنامج برنامج الناقد برنامج الناقد على الشرقisp في مقتد الوقت ما اسعفنش نتكلم فيها لما المشهد اللي كان فوق الصطح واوو انت بتخيل انه حلا ولد مع ابنه من غير ما نقولش بس اممكن حلا لا بلاش نحرق بس بنقول يعني اللي هيتفرج اللي انه fellows بطيء وممكن اللي بتفرج protocols يسرح فبعض المشاهد يحس انها فلرز مش مهمة انا قد نديكم كيو للمشهد دوت المشهد بتاعه مع ابنه فوق سطح البيت لما ييجي انتبهوله كويس لف حواليه بس ما تحروز المشهد ده بيبين لك ان الاب لقيه درجة معاش المراهقة الخاصة فيه تخيل لما ابنك ايش يقول لك يا بابا تعال لعب معاي بلاي ستيشن انت عمرك ملعب بلاي ستيشن ايش ردت فعلك الاول مرة تلعب البلاي ستيشن ده فدي يعني فارق التشبيه للمشهد اللي حيصير معانا في الفيلم المفروض انه حاجة اي احد بيمر فيه بالذات في المجتمع الغربي او المجتمع الامريكي نلاقي انه الابن عاش شي الاب ما عاش الدرجة دي الاب ما عاش عمره ولا عاش المراحل العمرية والابن قدامه مثال لكيفية حياته كافض كيف تمشي فانا مرة حبيت الفيلم حبيت الاداء التمثيل اللي فيه حبيت الرسال اللي موجودة منه وحبيت حاجة تانية كمان انه انا اطفشت انه التحيز اللي ساير مؤخرا في هوليود والقصص الامريكية لان المرأة دايما هيا دايما المرأة اللي على حق عرفك عرفك عدو المرأة رقم واحد عرفك المرأة دايما على حق المرأة دايما هي لا فعلا فيه مشاكل والمرأة يحقل لهم قصص كثير وفيه وحوش بشرية من الرجال بيستغلوا المرأة جنسيا وعمليا وما الى ذلك بس برضو الرجال لهم قصصهم الخاصة مو شرط انه المرأة هي اللي تكون ضد الرجل بس الرجل كمان فيه حياته فيها مليان وصعاب في الفيلم دالة راح على الاكستريم راح ورانها كيف ممكن انه طفل مراهق يكون ضحية لسيدة ناضجة كيف انه هذي المرأة كانت عبارة عن وحش بشري مو شرط انه مرأة ورجل خلاص انه الرجال دايما لعب العكسه ياهو ولد صغير دا جيب حرمة كبيرة هذا نوع من التحرش هذا نوع يسموه في المصطلحات الغربية جرومينج لانه ايش يعني جرومينج لما تخلش تزبط شعرة تقوله جروم دهير زبط لي اياه وهي بتزبط الولد الصغير دا على اللي هي تبغى فما عاش حياته ما عاش النفج الكامل ما عاش علاقة صحية يكبر عليها بالشكل السليم وهنا هنشوف تمثيل الولد كامل اجمل هو عملاله كرت ارهاب كل ما يحاول يواجهها ولا يتكلم معاها انت اللي كنت عاوز دا انت اللي سعيت وراه انت اللي سعيت وراه طفل عنده 14 سنة وتسرقت طفولته من هذه اللحظة زي ما يكون تلقى حكم اعدام حيفضل يعني منه لغاية يوم ما يموت وحابب لو تعمله زي ما عملت انا مثلا انا بعد ما خلص الفيلم روح تشوفت القصة الحقيقية المقتبس والله القصة الحقيقية برضو فيها انواع قصص القصة جوتها الجصص ايش صار بعد ما تزوجوا متى فعلا انفصلوا ولا كل الكلام ده ايش الجضائر ترفعت على بعض لا الجصة ما كانت سهلة على الجانب الكوميدي بقى فيه سكتش لساتردي نايت لايف كان معمول على القصة الحقيقية وبيتخيلوا قاعة المحكمة اللي فيها ام الولد بتنهار وبيجي لها حالة من حالات الهياج يعني لهول الجريمة اللي حصلة والمدرسة قعدة في حالة دنايل والولد نجم المدرسة فالولد عمالي مبسوط بان هو بيتحاكم على هذه الجريمة والقضي معجب بيه لا اتس هيلاريس اللي ما تتفرج عليه المحامية بتاعت امه بتسأله بتقوله بعد ما عدت بالتجربة البشعة دي ما تعرضتش من تنمر من الناس في المدرسة فقال لها اه سموني نومبر ون دريل ستار دروك ستار دا بوي هوليفد دا سكتش جبار بسراحة لا فيلم وميد ديسمبر ما يتخلوش دخلنا انت في القائمة يمكن؟ ميد ديسمبر كان في الايمة يسا مش فاكر وفي تالي فرنكز متقدم كمان يمكن في الطب فايف انا في السبن سبن او ايت حاجة زي كبه ياب طيب نبعد عن الافلام اللي مستحيل نروح لها فيلمة منها المستحيل يكون في قائمة اي حد على الاطلاق رغم انه هو مش اسوأ حاجة اه عن معاملين الفندو نابليون نابليون هو المسخة طويلة دي نزلت او لس اه لسه لما مستنينوا على ابل ابل دوبا منزلوا كله رفلاورمون ابل بيتأخروا يعني كله رفلاورمون نزل اكتوبر اه ما نزل على ابل الا جانوري يعني ثلاثة شهور لا كوي ثلاثة شهور مرة بعيد فاذا نابليون نزل نوفمبر معناته حينزلوا على ابل في فبراير اوكا فأنا استنى ونشوف انتحت استنى وانشوف لا انا بالنسبة لي نابليون كان من اكبر احباطات استنى يعني من اكبر الافلام اللي كانت محبطة لانو انا كنت مأمل عليها الكثير من الامور واحد لان احنا كلنا نحب خواكين فينيكس او اضون قليل اللي يكرهو خواكين فينيكس من كل الاس ما تفضلوا بس قليل اللي يكرهوه فخوكين فينيس فيه له جمهور كبير شي الثاني ريدلي سكوت مع كل الخباصة اللي خبصه في هاوس وفي جوتشي والكلام ده كله عمل لنا فيلم حلو اللي هو The Last Duel ما اخت حقه ابدا رجع للروتس لجذوره انه يعطينا فيلم من حقبة زمنية معينة فكنت منتظر ابداعات ريدلي سكوت في انه يعمل فيلم في حقبة زمنية زي ما عمل في الـ Gladiator والأفلام اللي زي هذه وقصتنا ونابليون نفسه كشخصية تاريخية يعني من القلائل اللي غير هتلر طبعا اللي نعرف انه ناطليون عبارة عن قائد استراتيجي سواء الصورة اللامعة الجذابة ولا الصورة السيئة انه كان محارب شرس ولا استراتيجي شرس ولا كل الاشياء السيئة فكنت حابة اشوف هيصوروه بنائي الجهة هيلمعوه اللي يسودوه هيبينو الجانب المشرق منه وانجازاته لفرنسا ولا الجانب السيء منه وانه ديكتاتور مثلا على فرنسا وانكتل يشاوب على اي شيء زي ما بنقول طلعنا من الفيلم بأسئلة اكتر من اجود يمكن الصورة بتاعت نابوليون كفجر تاريخية او كشخصية تاريخية بالنسبة لنا كانت اكمل قبل ما نشوف الفيلم مش قصدي انا كنت بحترمه قصدي كنت شايفه وعندي ليه يعني نابوليون احنا اصلنا علشان كمان مدرسنا والنيلا ديت اتكلمنا عنه كتير قوي واتكلمنا عن الحروب بتاعت انجلترا وفرنسا في الحقبة ديت او في القرون اللي ديت والامور دي كلها لفترات طويلة بالاضافة لان هو جزء من التاريخ المصري مهم جدا في الموضوع عشان الحملة الفرنسية والكلام ده فاحنا انا الحسن او سوق حظي درست الشخصية ديت من كل الجوانب الجوانب اللي بتحبه والجوانب اللي بتكراهه والجوانب اللي عايزة تطلعه عظيمه والجوانب اللي عايزة تطلعه فاشل وطلعت بصورة ليها معنى شوية بتقول ان هو فعلا كان قائد استراتيجي ممكن يكون كان جير موفق في بعض القرارات المنصرية وان العلاقة العاطفية اللي هو كان فيها كانت علاقة مضطربة جدا اثرت بشكل واضح على مستقبله وقصة نبوليونو الجوزيفين دي دايما بتتقال على موضوع خلف كل رجل المرأة يتجيبه كده يتجيبه كده يتلبسه في الحيطة يتكون من اسباب مجده والكلام دي كله انا طلعت من الفيلم الصورة دي مهزوزة انا ما شفتش منها اي بعض زي ما يكون كان عاوز ينتصر لكل الناس دي يعني كان عاوز ينتصر لمدرس اللغة الفرنسية عندي فتانية ابتدائي ومدرس التاريخ بتاعي فتانية اعدادي الاتنين وهو انا بصراحة انا حسيت ان انا قدام درس اعدادي بالكتير اوي سنوي متقدم اكتر من كده شوية خسارة وواحد من اهم الجوانب كمان اللي انت اغفلته في الفيلم بالكامل هو استراتيجيست معروف انه هو استراتيجي معروف انه فاس في حروب لانه يعني في حط استراتيجية في الحروب انت ما ورعتني دا كله يعني حتى الحرب الاخيرة على رغم منه تصويريا من اجمل الاشياء اللي شفتها السنة دي تصويريا ممكن من اللي بينقذ الفيلم تدربه البصرية بشكل عام الاكتهاد في كل المفردات بتاع التصوير بس الطريقة اللي اللي تم استخدام فيها الحوادث او كيف شرحها المنظور واستخدام اي منظورة الدينية ما في انسى انت الشخصية سواء بخيرها او بشرها ما كان موجود في بعض الامور انا من يعارف يعني حتى اخواكين فينيكس مقدر يطلع منه موقف حاد لانه الشخصية نفسه ما يعرف تمسك انا مثلا قعدت اقول اوكي هو بيبان انه دائما بارد وهادي ما عادة مع جوسفين انه هي بتطلع منطوره وبتطلع الحرارة بعد انا افتكر انه لأ في مشهدين ثلاثة برضو مع الجنود ومع ناس طلع منطوره فممقدر يكون الشخصية او يرسمها بطريقة تقدر توصله في شكل جيد هذا اللي خلاني حتى اخواكين فينيكس يعني هو مثل عظيم يا جماعة ورهيب بس انا ما اشوف انه انا عامل دور انا ممكن انه ما انسا فرصة سهلة جدا كمان السنة دي انتوا قديكوا دخلتوا في موسم الجوائز وشايفين المنافسة محدودة ما بين مين ومين من الواضح ما انا ما بقللش من كيليام ميرفي ما بقللش من بول جاماتي رغم اني لسه ما شفتش الفيلم ما بقللش من الاراءات اللي هي تكريم في موسم الجوائز ولكن لما تيجي تقولي اخواكين فينيكس نابوليون كثكرة تكون اي حاجة اكيد فانها تطلع في الاخر بلا ذكر في موسم الجوائز بلا ذكر يا جماعة ده كأن الفيلم ده ما حصل لشي لا اخراج ولا فيلم ولا دور اول ولا دور مساعد ولا تصوير ولا اي حاجة ما اطلع معانا في اي شيء يعني عن استنى الاوسكار ايش يقول بس ما توقع ان الاوسكار هيكون بعيدا هو ما يستاهل ممكن يبقى في الحاجات التقنية سنواتوغرافي او ملابس لان طبعا الحقرة الزمانية اللي نتكلم فيها وعصر الفرنسي وعصر الارهاب الفرنسي والحاجات ده تكون لها طبعا التصوير كان جميل وبداية الفيلم كانت قوية لما ناعدمه واخر الاعدام كان مشهد قوي كان مشهد مهيب يورينا لأي الدرجة الفرنسيين وعشان كده الفرنسيين دايما نطلق بيهم المثل معانا يصيرت محب اطلق مثل في اي احد من الجماعة تقولي صنطيب خلاص على مدار ثلاث شهور الكرة الارضية كلها صورتها تهز في دماغ بس ثم يعني فعلا من جانب مو شرط يكون ايجابي من جانب انهم حقون ثورات انه شعب لا يهدأ انه من وقت للتاني لازم يثور عشان حاجة معينة شفنا جلمس لمحة منها بس بداية الفيلم خسارة ما استغلوها كمان خلال الاحداث لانه اكيد صارت حملات على نابليون انا ما شفت اكيد انه ما كانوا يسلمون اختزلوا لحظات تاريخية وتحولات تاريخية مهمة جدا في مشاهد يعني قد تنحضر لدرجة احنا نقول عليها هزلية يعني عودة نابليون مرة اخرى لعرش فرنسا او الاعتراف جنوده بيه تم في جنينة بحكم الفيلم بيقول انه ما قابل الجنود بتوعه في جنينة في حتة مدرية كده ورا شجرة وتكلموا كلمتين عملوا دنت في الكرة الارضية يعني غيروا تاريخ البشرية وعارف ليه ما اشتريناها لانه ما شفناها في اي حرب جب كده حب الجنود كواحد ملهم اكزاك لي لو ده الشيء صار معايا لو في مشهد في البداية كفي اخير هتكون مترقب هيجبضوا عليه هيفتكروا المجد هيكونوا معاه لا انا جاعد مستني اي حاجة ممكن تصريده انا ماني انت ما بنيت معايا العلاقة بين الجنود وبين القائد حجهم بأي طريقة ان كانت خلال الفين انا بقولك مادام سابين واستاذ عبد الملك بتاع التاريخ حيبستو منكم جدا 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 في هذا الفيلم المحبط وعموما صفة الافلام الكبيرة اللي احنا كنا منتظرينها صفة تواجدت السنة دي في كذا فيلم منهم كيلرز والدفلاور مون وحاجات اخرى بس للامانة يعني لو عايزين نطلع من درس الفيلم ده كله على بعضه بحاجة هي الريزيليانس بتاعة ريدلي سكوت ريدلي سكوت زي ما ماهر بيقول راجل اربع من تسعين سنة اعتقد اه فوق الاثنين ثمانين 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 حاجة يعني ربنا يديله الصحة يعني وبينتج افلام انتح لو بصنا على كسافة الانتاج في اخر عشر سنين اتصور ان رحيطه على رقم واحد ما بين كل المخرجين الكبار اللي شغالينه وبيعملوا افلام ليه لان هو في سنه ده ما عادش ينفع تجربة سيئة تخرجه عن ميزانه الرجل بيطلع من فيلم شغال في اللي بعده بليش دعوة خلاص حطه على جنبه وانتهينا هو يعني طالع من تجربة تاريخية فيها كل المشاكل اللي بنتكلم فيها بتاعة نابوليون وخلاص على واشك اصدار او على واشك الخطوات الاخيرة في جلاديايتر تو يعني وطلع من جوتشي على دالاس دول وطلع من دالاس دول على نابوليون وطلع على معرفة الرجل ما بيهمتش شوية مشاريع كويسة شوية مشاريع مش كويسة انا احب ده مش المخرجين التانيين وفيه مخرجين كتير منهم احنا بنحبهم يا ربي لأ انا عملت فيلم انا محتاجر تحت 3 سنين وادرس 4 سنين لا لا انا هعتزل لا لا ايو حبايا كماحة انا مش قادر انا كفاية علي عشر افلام وافر انا من اوه شابك تلمي حالي تانتير لو سمحت ابوه اللي جابه يعني بس انا الحب افلامه بس انا بيعجبني ده في رجل اسكوت دب 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 فيش وقت بس يعني خلينا دقيقة لا نخرج من رجل اسكوت انا مرة انا لو في يوم من الايام في في بعض الافلام اللي اثرت في طفولتي او في مراهقتين لما اندخلت في الافلام كثير واحد منهم كان جلاديايتر يعني كده قلت من الافلام الحربية اللي صرت انا بس ابقى افلام حربية انا بقى حقب الزمن يدي دائما يعني حبيت كده ايش الاخراج كان جيد استعمال كبيرت شفت الافلام الثانية وقعدت اشوف كيف ترنتينو كيف سكورسيزي كيف دي افنشر كيف سبيلبرغ اقدر الاقي بصمة نوعا ما في طريقة الاخراج ريتلي سكوت جرب كل حاجة لذررت انها من يلاقي له بصمة ملوش ملوش بص ملوش مدرسة مرية ملو بص ملو بص ملو بص مدرسة مرية يمكن لما بيروح للنواحي التاريخية الحربية لا ممكن تلقطل بص في هذا المجال ولكنه راجل اصلي تاريخ ريتلي سكوت داوت بتاريخ سبعة تمن مخرجين صحيح وكونوا جرب في حاجات كتير يخرجوا من المفهوم بتاع اللي هو المطعم المطعم دا بيعمل نوعين سوشي بس ما بيعملش غيرهم بس ما فيش احسن منه في الدنيا لا يا عمر بعمل كل حاجة في الدنيا بس يقولك ايه دا بيعمل ستيك وبيعمل افراخ وبيعمل لحمة بس لو رحت من عنده دي حاجة تانية ديدي سكوت ينطبق عليه دا هو بيعمل كل حاجة بس روح له في التاريخ الحربي مع عادة نابوليوم مع كل اسف لان برضو من الافلام المحترمة جدا اللي بحبها له روبين هود اللي عمله مع رسل كرو ليش ما نجح الفيلم دا انا مش فحب من اجمع يا جماعة اللي ما شاف الفيلم دا لغاية دلوقتي اللي بيجي في تلفزيون بغا تتفرج عليه والله يا جماعة اللي ما شاف الفيلم دا انا افتكر انه جاعة طول الفيلم عنها عناعة في قصة روبين هود كويس من الناس اللي تفرج على روبين هود في التسعينات نعمل مسلسل كرتوني والدبلج اللغة العربية فكان فيلم يعني انا عارف القصة حق روبين هود و روبين هود يعتبر رمز للعدالة نوعا ما الشخص الذي يسرق من الاغنياء ويغد الفقراء و مدري ايه فأدبيا و كلاسيكيا و كده حاجة كويسة فطلع الفيلم دا ومثلوا مين رسل كرو أنا من الناس أنا من الجيل اللي رسل كرو في اليوم من الايام لو كنت اسألنا مين افضل مثل على الساحة حتسمعنا نقول رسل كرو يعني ليه غرك يعني رسل كرو كان كان له مكانته يعني في الالفين و انت طالع لعدة الفين و ستة تقريبا ما في احد يجي يجمق رسل كرو لكن الفيلم لسبب ما ما نجح الفيلم قوي قصته حلوة ما اوجد احرق عليكم النهاية فيلن عظيم عنده 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 أرسنل و فيلنز دا كان عنده مارك سترونج فيلن و كان عنده أسكر أيزاك فيلن صحيح و اللي تمكنه هايليه و نهاية الفيلم اتفاك نهاية الفيلم الصدمة نهاية الفيلم توست نهاية الفيلم بداية أفلام صحيح نهاية الفيلم مفضتكم بداية أفلام وبعدين اتفاجأ انه الفيلم دا وحك خيش خيش فهادي اللي يعني حرام حرام فكرتوا ايه بي صراحة صراحة ترشيح يا جماعة ترشيح كويس نتفرج عليك تعال اخدك بقى همشنا بجو تاني كده روحنا لبشي لا انا عاوز اخدك في رحلة المخرجين الكبار اللي كان لهم أفلام السناديا والتي قوبلت بعدم ترحيب أو بإحباط نسبي حيلو احنا دلوقتي خذنا فيلم احنا الاتنين متفقين على الإحباط فيه تعال نحول على فيلم انا وانت مش متفقين على الإحباط فيه اللي هو احد المخرجين اللي انت قلتهم من شوية ديفيد فنشر دا كلر انا ماذا لا انا هنتصر لإحباط فيلمك دخل في التوبتن لا انا دخل في التوبتن انا حطيته في الشرفيات والله كويس والله فيك الخير ما كنتش متخيل انك هتعمل كده لا حطيتش في الشرفيات يعني ما زال ما قعد بينه اظن حتين شوف مني فاكر بس كونك فاكر انك حطيته في الشرفيات دا كافي بالنسبة شوف خلنا ننتصر للجوانب الإيجابية في الفيلم قبل ما اروح للجوانب اللي ما عجبتني في الفيلم اول شي المشهد حق البداية اول ربع ساعة هذا حيؤرخ في التاريخ سيؤرخ في التاريخ زي مشهد البداية حق كونتن تارنتينو انجليريس باستورد كيف يؤرخ في التاريخ انه من اجمل المشاهد اللي ممكن تعليلك اشياء في الفيلم مو شرط انه في نفس الشي انه بيعلي لأ بس يوريلك مدرسة يخليك تخش في سايكولوجية الشخص اللي انت حتتابعه للساعتين الجاية شخص ما يتكلم ولا كلمة لكنه بيتكلم مع نفسه كل كلمة لما انتشوف الفيلم هتعرف ف انا حبيت الالتفاط للتفاصيل اللي في الاخرة جمiche متكلم على شاطر في العاجات دي ولعب عليها مشكلتي في الفيلم المحمود مشكلتي في الفيلم المحمود مش الالتفاط للتفاصيل لانه التفاصيل لعبها مرة عظيمة مشكلتي في الفيلم قريقة رواية القصة للأخير وابتكر انه انت وابون في الناقد ما طلعت كامل وهاد من المشاكلة الى عندنا احيانا ترى في الناقد بنناقش مدة تكون أطول ونضطر إننا نحن نقص صحيح يعني تناقشنا نقاش طويل على كيف في الأخير إنت شايف وجهة نظر إنها قوية وكويسة أنا شايف إنه أوكي كانت حلوة إليه ما نهى الفيلم وبدأ يتكلم أنا ما نشايف معك فأنتصر للفيلم إنت من جهتك عشان أنا أرد عليه أنا حقول إن أنا صنفت الفيلم كأنه أحد الأفلام المحبطة بالنسبة للبروفايل المخرج بتاعهم أو توقعات الناس منه رغم إنه هو عجبني بنسبة مرتفعة جدا يعني أنا ما عنديش تحفظات عليه ولكن أنا ليه دورين في هذه الحياة كوني نقض بيعبر عن رأيه وكوني راصد للوضع العام فلما ييجي فيه ناس كتير عندهم درجة الاعتراض أو التحفظات بتاعتك ودرجة تحفظات تانية أشد منك بكتير جدا يبقى لازم أعترف إنه هو يمس دمارك يمكن صابها في أنا ولكن أخفقها مع ناس كتير جدا فده يحصل ولكن أنا خليني أدفع بقى عن دوري أنا كنقض فيه أنا حاسس إن المشكلة في استقبال الناس للفيلم ده إن هم فرضوا عليه تصورهم لما يجب أن يجب توقع لشيء مختلف تماما بينما هو جاي يحكي حاجة من أغرب ما يمكن وتتضاد تماما مع اللي الناس بتقولوا ما احنا شفتنا القصة دي مليون مرة مع كامل الاحترامي ما حد اشتاف قصة زي دي القصة بتاعة الراجل صاحب الكود الكود السياسي والكود الاجتماعي والكود الاحترافي والكود الأخلاقي والكود كل حاجة أنت عايزة في الدنيا عنده فيها أراء عنده حفنة من الأراء وعلى فكرة ما هياش فلسفية ما هياش سليمة من نسبة مية في المية وده جزء من تكوين الشخصية أنا أنا تفرجت عليه مرة تانية بعد المرة الأولينية بس عشان ركز في الكودس بتاعته الكودس بتاعته بتتضارب على فكرة بتتضارب في أوقات كتير وده مقصود لأنه هو فلود هو مش سليم مية في المية هو مش عبقري ده التلقطة لا أولا وأخيرا يعني بيشتغل شغلنا غير أخلاقي ده والحلو كمان إن الكودس هادي بالذات بعد ما تقعد عشرين دجيجة تسمع ويكرر ويعيد ويزيد في الأوامر أو في الشفرة اللي هو بيتبعها المفروض إنه ينجح فأول اختبار لي يعني إحنا وإحنا دخلين عالمه بنشوف أول اختبار لي على الإطلاق فشل فيه عمل غلطة غلطة كبيرة الغلطة ديت ليها ريبل إفكت زي بظبط لما تيجي على بحيرة وترميطوبة تروع بتعمل أمواج 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 القصة الغريبة يا جماعة فيلم ده الكيلر اخترافي لدرجة أنهما يجري وراهم مواجا مواجا أنا الموضوع بتاعي لا موضوع انتقام ولا موضوع انقاذ نفسي ولا موضوع أي حاجة في الدنيا وكل الخطوات مش المواجا دايت بيبقى ليها حاجة كبيرة وبعدين حاجات تانية صغيرة لدرجة هو استحمى إزاي خلص نفسه من أسار البرود بتاعته إزاي ركب إيه دفع كام خد أنهي طيارة راح أنهي مدينة بأنهي باسبور اشترى إيه بكام منين ودى الوصل بتاعها فين كل حاجة في الدنيا لأنه راجل عنده التزام احترافي مية في المية أنا عاوز أمحي كل أثار الخطأ بتاعي دوت وبعد كده المفاجأ في أحداث الفيلم وبما أن ده الكيلر بقاله شوية فأعتقد أنهي في صلاحية أنهي نحن نتكلم عنه بدرجة من درجات الحرق جي في نقطة معينة وقال يبدو أن الحياة دايتنا بقتش لاية بعد ما أنهى مهمته بنجاح واللي فيها في الآخر النهاية اللي ناس كتير معترضة عليها بتاعت أنه لما وصل لرأس الأفع أنا أشوف لما وصل لرأس ومساق أنا مو مرة إراءة فيدي إحنا ما كلمناش فيها إيه أنا ما عندي مشكلة في دي فكرني بالكلمة اللي قالها في البداية إيش الجملة اللي قالها في أول الفيلم فاكر الكوتس اللي قاله في البداية لا قولي اللي تقصد أنا ناسي بالضبط بس لما كان يقول إنه ليه غرك المظاهر أو إنه إنه الناس طبقات أو حاجة زي كده أنا ناسي بالضبط أنا هادي مشكلتي إنه جال شيء وفي الأخير جال حاجة مختلفة تماما من غير ما نشوف إنه فيه شيء وصل للقناعة هذه ده فنشر يا مهر ما هو فنشر مش حيديها لك مش شوكة والسكينة مهر مش حيشرب فنشر مش حيشربها لك أنا بغا حاول هو حيرنيها إنت أنا بقولك أنا بعد ما شفت الفيلم أول مرة لا يا جماعة الرجل ده لو حصل تضاد في كلامه مع بعض وإذن فهو عيب في الفيلم لا يا حبيبي دي رساله لأنا اللي حبيته أكتر وما شفت فيلم تاني عشان أكون صادق معاك مش شفت المشهد ده تحديدا حوار فشخ أنا من راح للسيدة دي في المطعم لا يس يا جماعة الفيلم فيه الحوارات مرة حلوة الحوار اللي مع السيدة في المطعم ده ده في نقطة مصري اللي يرجع يشوف الحوار ده حيتقبل النهاية أكتر لأنه في الحوار ده بتحكيله قصة عن شخص كان بيهرب من حاجة ده نقطة مصري ده نقطة مصري والله إيش البتاعة ده أنت مش جاي تصطط بقى أيوه ده نقطة مصري كان بتحكي في السيخة ما قدرش أقولها طبعا لأنها كانت نقطة قبيحة يعني مدامنا قلت نقطة مصري ومش جاي تصطط بقى نص النصر تتفرج عرفتها خلاص فهي الفيلم قالبوها خلوها حكمة الفيلم الفيلم نما نجاب الحوار بالطريقة دي يبقى لك أنه فعلا غرض الرجل ما كان الانتقام جد ما أنه يوصل رسالة الأكبر كبير أن أنا أقدر أوصل لك أنا ما كان عندي مشكلة في دي أنا مشكلتي لما نرجع في الحوار الأخير لأنا ناسير لأسف أنا ما ركأ ده حتى أنا وإنت لما كنا نتكلم فيها ما كناش في حل من أننا ما نحرقش بسيحل دلوقتي في حل أننا نحرق هو بعض ما خاض التجربة كلها وصل في الآخر لقناعة لا كل الكلام ده انطلق من خطأ أنا ارتكبته والكونسيكوينسس بتاعته كانت وخيمة لدرجة تدخل ناس ملهمش زنب زي الهواء العربية وزي الكلام ده كله فربما أنا ما بقتش بنتمي لهذا الجروب أنا محتاج أروح لجروب تاني وده بيعجبني وبيعملو كتير في أفلام كتير جدا أنك لما تيجي تمسك قصة زي دي وعلى فكرة ده كيلر ده كوميك بوكس يعني صالح أنه يتعمل منه أجزاء أخرى فعشان كده لا أنا أعجبت لا إحنا الفيلم الفيلم ما وصل لمرحلة أنه التحطيم بس أنا كنت متأمل ممكن التوقعات كانت راحة لمكان ثاني أظن يحطيها في قائمة الشرفية بس ما زال فيلم كل ما يتعلق بالتصوير يا أخي فنشر عنده كاميرا رائعة رائعة مرة حلوة الفكرة وتابعوها يا جماعة شوفوها ركزوا فيها في أفلامه كلها فنشر لما يصور إذا أنا شخص ماشي تمام ما يأخذ الكاميرا من أنا ماشي فين رايح لفين لا أنا طالع ولا نازل ولا طالع درجة ولا شي الكاميرا معايا أنا دائما أكون أنا مكاني فيخلي رابط بينك وبين الشخصية لأن الكاميرا رايحة مع الشخصية فلو الشخصية بدأت تطل تروح معاها في المنظور يعطي لك يا طريقة ولا أجمل في طريقة تصوير شوفوها في شوفوها في شوفوها في الأفلام دي فأنا أحب لك عنده وهذا موزي مثلا ويس أندرسون خلاص كل شي وسطه والسلام عليكم انتهى الموضوع لا هذي حاجة تقنية بحتة لو ما شفت أفلامه كثير ولاحظت أنها موضودة كثير ما هتعرف وهذه من الأشيار التي تعجبني فيه وفي الفيلم ده عملها بشكل جدا جبار اختيار الموسيقى يا رجل كيف قاعد يسمع الموسيقى وكيف يروح أن الموسيقى دي صرت يعني فيها حماس شوية بس في نفس الموقع الحماسة المفرطة اللي تستمي أكشن يصير لأ حماس أنه فيه ترقب فيه قلق بيصير معاك إيش ممكن تصير في الأحداث الأخير أنا النهاية أنا النهاية هي اللي أحاسس أنه كان ممكن نروح ببانك ايه رأيك في مشهد الأكشن ما تكلمناش عنه في مشهد أكشن هو وش مشهد مشهد معاركة مشهد المعركة واحد مطول كمان كان طويل شوية كان يعني محترم جدا في التصوير وعنده وعي جغرافي هايل يعني هو ما استعرض لكش البيت قوضة قوضة وغرفة وغرفة وطاقة بتاع بس من خلال الحرب بتاعتهم لأن هما دخلوا قوض وخرجوا منها المعركة اللي هما خدوها دا أنا دلوقتي لو اطلب مني بعد ما شفت الفيلم على طول ارسم منظور أفقي للشقة دا هرسمها لحد ما أخذ اللفة كده وريجعوا تاني صح صح وإن الناس بتقول لي نهاية مضلمة أكتر من لازم أنا محسنش يا جماعة ترى الموضوع المضلم والمضلم عشان التلفزيونات كل واحد التلفزيونات صارت ترى بيعانوا يا جماعة ترى لو تشيقوا اليوم ممكن نعملها بحلقة منفصلة ممكن عشان ما بغضية على وقت على محمود هديكم بعض الإعدادات كده في التلفزيونات الحديثة لازم تأكدوا عليها واحد عشان الضلام خصوصا الناس اللي ما عندن بتلفزيونات الأولد الالسي دي دائما ما بيتدي نور الأسود بالطاقة كويسة الشي الثاني في حاجة اسمها موشن لازم توقفوا هذا توم كروز طلعوا تلكلموا وكريستوفر مكواري كانوا طلعوا واتكلموا يا جماعة لنتكلموا مع كل الشركات التلفزيون وما هم راضين نسمعوا لهم الكلام هي ميزة تدمر أفلام الأكشن بدل ما تفيدها يبغالي أعمل مقطع عليها وتكلم عنها اوكي ايش الفيلم اللي بعد ننتقل بقى من الفيلم اللي أنا أنصفته وانت جيت عليه شويتين لفيلم تاني لمخرج كبير تاني جاي فيلم أنا أنصفته طيب كله كله ضربة ضربة في الشتيوة كله جاي دائما احنا اللي تنصفنا بس انت أنصفته أكتر مني وعطت أنه دخل في التوبتين عندك اللي هو فراري اه يا واي ليش تعال ليه ما قلتلك لا بس ما دخل مرة اخ أنا بتكلم كايد لو أنا قلتلك تعالوا بحركة لكي أنا مش في حلقة فاهم كي أنا أنا في قاعدة تانية لأ فراري أنا مشكلتي معاه أنه هو رمى في الأول لحاجات كتيرة قوي على أساس أنها في النهاية حتكتمع مع بعض وتعمل شجرة واحدة كبيرة هاجلة اسمها إنزو فراري وسنوات المعاناة اللي هو عملها مسايا ما عملتش كده هي عملت شجرة متوسطة كده في النص وشجرة كتير حواليها شجر السائق أنا كنت متخالى من الخط بتاعه هيضم معانا وحيقدمه حاجة متحكمة في مصير شخصيتنا الرئيسية اللي بنتكلم فيها ما حصلش الزوجة الأخرى أو العشيقة ما حصلش دي أنا 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 بقولك أنا حسيت وأنا آسف على حقوله ده ما يكلمان مخرج المفضل يا جماعة مش من مخرجين للمفضلين ده مخرج المفضل إن في النهاية شيلين وودلي موقعها من الأحداث فكرني بموقع زينة من أحداث جعفر العمدة في نهاية المسلسل اللي هي أنت عارف الأسطورة تقول إن في نهاية جعفر العمدة إذا أنا ما رحيتش التصوير أوكي فليها مشاهد ليها المشاهد الودعية دي هاي في مين ليد بتاعتنا في الموضوع خلوا صحابها يجو يعملوا المشاهد يعني هي بتقولك خلاص بقى إحنا في رمضان كل سنة ومتطيب خلينا نخلص فشيلين وودلي في نهاية فراري هي اختفت من الأحداث كأنها ما جاتش آخر جمعين تصوير بس شوف أنا أنا انتصرت فأنا مشكلتي إن هو زي ما بقولك رمى بذور على أمل إنها في الآخر تكتمع هي ما اكتمعتش والله العظيم بيمكن الكلام اللي بقوله مبالغة بس المشهد اللي أنا كل مرة أرجع أقول عليه أنقذ الفيلم لأنه عمل لي حاجتين يا جماعة الفيلم ده بالنسبالي ما صار فيلم سيرة ذاتية بعد الآن يعني إذا أنا دخلت مستني سيرة ذاتية حقا أنزو فراري لا أنا دخلت أشوف سيرة ذاتية لعالم السباق ككل النظرة في عالم السباق جمهور عالم السباق التحديات للشركات في عالم السباق المتسابقين في عالم السباق التحديات التحديات اللي جي من عالم السباق الشركات اللي بتنتج السيارات في السباقات ايش هدفها تجاري او مهني واحترافي انا هذا الفيلم اكتر فيلم ناضج تم توجيه لمعرفة الاشياء اللي بتدور حول عالم السباقات من غير ما يخليك في علاقة رومنسية مع هذا العالم اذا كان فيلم رش وهو من اجمل افلام السباقات برضو شفنا اشياء مهولة وكيف ميكلاودا وانحرق ومدريمين بس برضو خلص الفيلم وانا عندي حماس يعني لو راح البيقال اشتري حاجة ومم هشغل السيارة كده اذا اخد لفة انا داخل الحار عارب حماس فيلم فورد الفراري فيلم من اجمل افلامه 2019 ماديمن عمل شغل حلو كريستين بيل عمل شغل رهيب فيلمونت وبرضو الحماس عق السباقات الرغم من المصايب اللي صارت بس انتصرت رومنسية الاحداث ورومنسية جمالية عالم السباقات فيلم انزو فراري فيلم فراري هو اول فيلم يخليني انا اخاف واكره هذا العالم تماما لانه كان جريء كفاية قدم عصر القاهلية في سباقات في تصوير مشاهد بكل جرأة منها المشهد لانا اعيد وازيد وقول يا جماعة انه غير عندي مكان مكان الفيلم غيره اللي خلنا الكل قاعة تشهك في نفس الوقت يعني غير لي مكان الفيلم فانا انتصرت لهذا الفيلم لانه عكس الافلام السباقات المعتادة وراني جانب قبيح مختلف تماما ما امل الحالة الرومنسية مع عالم السباقات تناسيت تماما انه فراري هو قصة عليه حبيت دور بنالوبي كروز جدا مع انه ما تم انصافه في اي محلجات لا الفيلم برضو تم تقوزه ولا في اي شيء مع انه في جوانب تقنية كثيرة كانت حلوة في الفيلم حبيت جانب الاعلام اذا في جانب واحد لانزو فراري حبيته كيف كان انه فعلا غول كان رئيس تنفيدي قوي بثلاثة اشياء واحد كيف انه ما يهمه الاعلام بس في نفس الوقت ما ينكسر بسبب الاعلام كان يقرأ الاعلام وكان ينقهر من كلامهم وكان يربيهم في نفس الوقت هذا الشيء جانب جميل وحلو وجانب قيادي يوريلك لأي درجة ممكن تكون انت متحكم في النيراتيب متحكم في القصة اللي تقال مداما تسلم نفسك ايجابيا ولا سلبيا يورينا كمان انه كان عنده شغف للرياضة مو بس بغابيع وهم الارباح لا هو كان يبقى يربح عشان يصمم سيارات اسرع عشان يقدر انه ايش يسوقها في المكان بالطريقة الكويسة الشيء التالي كيف انه العالم ده ناس كتير ممكن تموت في يوم وليلة كيف انه عنده من القوة انه يكمل سائق راحل اللي بعده يجي تاني يوم وروح انجي واحد تاني يصير هذا مو شيء بسيط فانا حبيت انه اخدنا سيرة ذاتية كممكن نتغلل بس حتى القشرة اللي اخد نايمي بره علمتني كثير على فراء اله لا لا انا مش متدايق من دي الفيلم دوت لو بشدهه في حاجة في عالم اخلام السيارة الذاتية بيفكرني بشكل كبير بفيلم نصر الحية وهو نصر 56 نصر 56 ما كانش قصة حياة جمال عبدالناصر ده كان قصة تأميم قناة السويس احنا اخدنا حقبة معينة حادثة معينة في حياتك وهي ديت اللي انا بدرسك جواها زي بالزبط انه حصل في فيلم ستيف جوبز بس ستيف جوبز ما اخدش حقبة واحدة واخدت خمس ثلاث فصول وتنقل ما بينهم الفيلم ده كدلك هو بيت احداثه بدور في صيف واحد فقط لا غير طبعا بنشير لحاجات حصلت قبل كده ولكن هو هذا الصيف المجنون اللي كل حاجة في حياة انزو فناني كانت مرشحة للنيار صحيح العلاقة العاطفية والعلاقة الزوجية والوضع المالي والوضع التنافسي وارث العيلة وكل حاجة في الدنيا كانت على المحق صح ازاي خاض الكلام بكله وازاي خرج من الجانب الاخر منظور رائع جدا مشكلتي زي ما بقولك ان احنا من البداية انت عملت تتبع هزي الشخصية الشخصية ديت حيبقالها دور في النهاية تعملت تتبع هذه الشخصية الشخصية دي حيب ألا تأثير في النهاية الشخصية يا ريت معرفش مين الشخصية ليها تأثير ليها تأثير ليها أرك ليها أرك بيصب في الأرك الرئيسي بتاعنا لا وهو دوت اللي فصل لنا في حاجة تانية عجبتني قوي في الفيلم ده وحبتها جدا وحبتها في الفيلم التالي اللي حنتكلم عليه بعده كذلك وهي مش سينما قوي بس هي سوء السينما يستحق الإحترام وهو أن الفيلم ده بيكو إكزيست في العالم بتاع فورد فراري من غير ما ينفي أي حاجة موجودة من الحياة تانية ومن غير ما يعيد تقديم أي حاجة تم تقدمها هناك يعني مثلا الحادثة الشهيرة بتاعت إزاي إنزو فراري استدرج هنري فورد عشان يستخدمه ككارت مفاوضات معفية احنا شفنا ده بالكامل من منظور هنري فورد في فورد فراري المرادي هل هو عادل حكاية من أولا واخد هو اكتفى فقط بالمنظور بتاع إنزو فراري غيرت نقطة معينة ورح سايدها إنت عارف الحصاب بعد كده عارف منين عارف من الفيلم التاني سبحان الله دي حاجة سينمايين مش مطلوبة منك صح بس إنت عملت ده عشان إنت عاوز الدنيا تكو إجزيست مع بعضها مش عاوز أقدم لك تسلسل تاني إنت شفته فيلم قديم أو شفته فيلم قبله فيتعاربوا مع بعض أنا الشيء تاني اللي عجبني في الفيلم واللي ما انتصرت لي أول بس كويس وني بفتكر هذه حلقة الحصاب الواحد ياخد راحته في الكلام تعال فيلم فيله جانب كوميدي مرة حلو حي أنا قاعد أضحك فيه كم موقف فعلا قاعد أضحك منه يعني فيلم هو كوميدي والفيلم أبدا حتى لا يصنف دراما كوميدي لأهو ما هو كوميدي أبدا بس المواقف اللي نحطوا فيها مواقف تضحك يعني مواقف تخلي الواحد يعني ياخد منك بحكة بسيطة قيدة قهقها بسيطة إنها تروح واللي حبيته من مايكل مان إنه ما وقع في نفس الفخ اللي وقع فيه ريدل سكوت إنه خلا الإيطاليين يتكلموا بإنجليزي إيطالية لا خلاهم يتكلموا لا إيطاليانوا شوية برد بس بسيط بيفكرك أن أنت موجود قوة هزي البيئة ما تفسدش من هذي الكلام مكانتش تديد مزي جوتي بس هذا هو موزي ريدل سكوت موزي جوتي فاختيار كان جيد لا إنه راح إنجليز كأنه جايين بريطانيين ولا إنه راح كمان طليان كأنه جاي من سكتش معمول في إسانيل بالطريقة هذه وغيره الجانب الكوميدي كان حلو تمثيل بين اللوفي كروز كان جميل وأرجع أقول مرة ثاني الفيلم الوحيد اللي ما عايشني حالة رومانسية مع عالم السباقات لقطة مستحيلة نسها أنا لو في يوم أن سألت إيش اللقاطات اللي فجعتك في السينما حتكون دي اللقطة من أكيد إحنا هفتكرها وإحنا فيلمنا يا جماعة بدون هذا المشهد وهو مش طويل قوي ومش قصير أوه في نفس الوقت مفيش داعي يكون فيش أي داعي يكون هو موجود إخلاصا للسينما إخلاصا لرؤية مخرج أنا آه أنا عاوز ده وهحطه بكل تفاصيل ولو حيقلب تصنيف الفيلم كله مش فارق معني طب عارف إيه ممكن لازم ضروري نقول ليش يفرج معانا التصنيف أنت أول ما تحط فئة كبيرة من المجتمع من نوع يخش تشوف الفيلم ده العيلة ما دي تروح وتأخد أولادها معاهم ويتفرجوا على الفيلم ده فالمخرج ضحب إرادات جديش كترة عشان دجيجة أجل من دجيجة المشهد نفسه بالقرية التواني يا جماعة هو ما يسبش التأثير ده غير لو كده يعني هو لو متمهد له لو متقدم له لو زي ما بنقول كده عملك كبري علشان توصله ما كانش هيسيب التأثير دوت في المشاهدين أنا باتفق مع مهر وكنت حضر معا الفيلم حينا نتكلم على صالة السينما بالكامل طلع لها صوت صحيح أفلام العربيات أنت جيت على ذكر فورد و فراري و راش و فراري رتبهم راش فورد و فراري أنا راش عندي ما راح في ناس كتير ممكن تحب فورد و فراري أفتر لأن فورد و فراري في الحتة الجميلة الصداقة بتاعت الكنين وما دايمن بالكوميديا لا راش راش ما حصلش راش لاوندا أنا الولد اللي مثل دور لاوندا بزعلان أنه ما أخذ أدوار أكتر من كده يعني الدانف ترنتينو كمان دور الجند الألماني كان دور برضه قوي كان دور مرة حلو عطاني كمان فيني بس ما للأسف مو زي كريستوف وولتز اللي انتشلو بده يدولو أدوار كبير للأسف مع أنه ممثل جدا جدا رهيب والأدوار الأوروبية يقدر اديك إياها مع أنه دخل في عالم مارفل بشكل بسيط جدا بس برضه ما تم الاستخدام ليه بشكل جاي كريست هومس وولت هذا من أجمل أفلام وخارج عام عالم مارفل أنسنا الشخصية دانا برضه جانب الوسيم وشخصية الولد اللي حياته كلها يعني كده لعب واحتفال وبرتينغ وكل ده بس برضه الدور ترك أثر مرة جيد فيلم رشمي الأفضل أفلام اللي نزل بالمناسبة قبل عشر سنوات في 2014 وحاب أذكركم وذكر نفسا وعدتكم نحام القائم أنه سنة 2014 بالنسبة لي هي من أفضل السنوات السينمائية وأكاد أجزم هي أفضل سنة سينمائية بالنسبة لي والفيديو اللي حعمله عشان أثبت ده الشيء ليه نفسي أولا ولكم أنتو لأنها كمية الأفلام الكل ما فتكر فيلم ده المتنزل وألاقيه في 2014 ما هي طبيعية ما هي طبيعية اللي بعده تعالنا قلنا بقى على موضوع الأفلام اللي بتكون إكزيست في نفس العالم من غير ما تدوس على دي برسلة برسلة فيلم ده لولا النهاية فيلم ده لولا النهاية ولولا الأحداث فيلم ده لولا النهاية كان حيبا فيلم متوسط برضه على فكرة بالزب لولا الأحداث اللي تقودها للنهاية نوصل الأول من الفيلم كان رائع لأن الفيلم بيتكلم عن زوجة إلفيس برسلي إحنا بنشوف حياة ملك الرق مو من منظوره هو ولا منظوره وكيل أعماله ولا من منظوره المجتمع الأمريكي وثقافة البوب كولتشر الأمريكية وكيف وصل النجم وكل الكلام اللي شفناه في النسخة اللي نزلت سنة 2022 كل ده أنسى هذا إحنا ما بنشوفه إحنا بنشوف شخصية عايشة حياتها بالكامل تتقاطع بها الطرق بشخصية إلفيس برسلي أثناء تجنيده ووجوده في ألمانيا تنشأ بينه وبين هذه البنت علاقة حب ونعيش معاها كيف حبته وكيف تزوجته وكيف عايشت في بيتها فهو يجي ويروح ونشوف لقطات من حياة إلفيس برسلي بيجي ويروح بس إحنا عايشين مع حياة هذه البنت مرة ثانية هذا الدرس جديد اللي حب يدر السينما يشوف الفيلمين دي عشان يعرف نمن أحد يسألك إيش يعني المنظور السينماي تعطيله هذا تقوله أنا أروي لك قصة إلفيس برسلي بمنظورين منظور الزوجة أو منظور رجل الأعمال زي ما شفناه في الفيلم الأولاني تشوف هنا كيف إنه الزوجة دي هذا اللي كان يعتبر ملك الروك حبيب البنات يعني المعد بالمراهقات كلهم اللي البنات كان ممكن يربو نفسهم عليه دون فيهم بطلتنا كيف كان معيش حبيبته معاه في البيت حياة قاتلة كيف إنه سلب حياته الطفلة الصغيرة هادي وكيف إنه أخدها فعلا كانت طفلة دوننا منتكلم كيف إنه حرمة كبيرة عملت علاقة مع ولد صغير إحنا عندنا نجم معروف وكبير أخد بنت عمرها 14-16 سنة أنا قاعدت أطول في محمود كل شي يقوله بالنسبة لأبوها بالنسبة لأبوها بالنسبة لعليتها كيف كيف تقبلوا إنه الشيء ده يسير يعني راحت له تزوره في أمريكا وقعدت معها أسبوعين صح مهما كان العالم الغربي متفتح بس ما يوصل بنت عمرها 14 سنة ترسلها الرجل جامح في عالم الغناء والفحش وده كله وهي عمرها 14 سنة فالفيلم قاسي في البداية الفيلم حسسني بصدق المشاعر صدكت إنه البنت الصغيرة دي طفلة معنى يومي صغيرة ترى بس يدروا بالميكا بطريقة كلامها بيمشيها بالأدب اللي بتسويه تبيعني إنه هي ما زالت بنت في مرحلة تنوية مثلا ولا ما زالت بنت صغيرة كل ده أثر معايا النص الأول من الفيلم أنا اشتريت النص التالي مرحلة لا تقريبا نفس الاستقبال بتاع فيلم ألفس نفسه وهو فيلم ألفس نفسه نصه الأول بمستوى آخر عن النص التالي تماما هو عندهم مشكلة في كيفية رواية الأحداث اللي السبعينات وطالع لأنه فترة الخمسينات والستينات هي فترة الأوج شهرة ألفس بريسلي دي مرحلة المجنونة دي مرحلة اللي احنا بنشوف الرجل ده وقت إزاي اخترق كل الحدود والسماء والفضاء ووصل لدرجة أنه هو يكون ملك الراك وتأثيره على المشهد الشعبي عامل إزاي وعلى المشهد الغنائي عامل إزاي فدي من منطقة الجذابة أكتر حتى تيجي تشوفها من المنظور ده تيجي تشوفها من المنظور ده حتلاقيها جذابة المرحلة لا بعد كده اللي هي مرحلة السقوط بعد ما وصل لهذا الارتفاع الرائع جدا بالنسبة لي ده كممكن تجيب لي كيف تدهورت حالة الروسية حالة الروسية قدرت على مراته هنا تظهر لك مشكلة الفيلمين إن الفيلم الأول كان معمول بأجندة إنه ماينفعش يطلع إلفس شطان والفيلم الثاني معمول بأجندته إنه ماينفعش يطلع بريسيلا بريسلي شطانة هي ملاك في قصتها وهو ملاك في قصته دي مش سنة ما دي مش حواديث بس حاجة ثانية يعني حتى أنا ماينفعش يطلعها ملاك بس هو قاعد يمشي على السنوات كأنه واحد بيصفح مجلة مش واحد بيقرر رواية لأنه أنا ما بأقعد في السنة أو بأقعد في وقت معين فترة كافية يجيب لي مشاهد هنا جاء وكان معصب ورمى عليها مرت أيام والأسنين وهنا الموقف الثاني اللي برضو عصب واللي برضو عمل معاه حاجة طب في النص دي ده الفرق ما بين اللي مكتوبة حلو اللي مكتوبة وحش أنا ممكن ندي بيها مقارنتين دلوقتي واحد منهم انت قاريت أكيد قاريته الثاني مش شرط تكون قاريته البيوغرافي بتاعت ستيف جوبس والتر إزاكسن ايو اللي كتبها ياس والبيوغرافي بتاعت أليكس فيرجسون المدير الفني من منشستر ينايت وانت بتقرأ ستيف جوبس وده كتاب قد كده يا جماعة كتاب مخيف يعني مش أي حد في الدنيا يدخل فيه قراءة أنا خلصت في أسبوع وانا مش بتاع يعني أنا عشان ينسى الكتاب زي دوات ما عايزلي فيه شهر شهر ودوص أنا خلصت في أسبوع لإني مش قادرة واقف ولإنه حدوتة مش حواديت حدوتة من أول و لأخر لا طلع ملاك ولا طلع الشيطان طلع ملاك في أشياء وشيطان في أشياء وحدوتة متصلة 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 أنا مش قادر أسيبك مش قادر أقف منك مش قادر أقطع من أنت بتحكيه عشان كده لما تعمل منه فيلم لأن السيناريو بتاع أرون سوركن مستند للمذكرات دي بشكل واضح طلع فيلم عبقري طلع فيلم عظيم على الجنب الآخر مذكرات أليكس فيرجسون أو البايغرفي بتاع أليكس فيرجسون هو المشرف عليها بشكل رئيسي هو اللي بيحكي أنا عمل أعيد وأزيد في نفس الوصف عمل زي ما يكون جده اللي قاعد قدام الدفاية حطت بطنية على رجله وكل شوية في تكار حدوتة يحكيه ده أنا معرفش مين مساعد لما كسبنا النهائي بتاع دوري الأبطال كان واقف في الجنب بيتر شمايكل قال لي بيتر شمايكل ده بقى سنة معرفش مين عمل معرفش ما بتساق تعبت من وانا بقرا عشان كده أنا بتدعي وأنا ما قاردش البيوجرافي طبعا بتاع بريسيلا بريسلي علشان أقدرحكم على ده بس أدعي أنه هو مكتوب بخيابة أنك لو جيت تصل الأحداث ببعضها بما يكفي من روابط وما يكفي من كباري وما يكفي من المفصلات مش حيميك سمس لأنك ست كدابة والله إحساسي يا ستي ما هو أنت في وسط الكلام ده واتكنت بتعملي إيه ما بين ده وده ما أنت أكيد كنت بتعملي حاجة تجعلك مزنبة مش عشان تستحقي هذا العقاب ولكن لأنك مهرجتيش من هذا العقاب صحيح لأنك فضلت حبسة نفسك جوه هذا القصر المخملي الرائع الشخص برضو ضحية اختياراته الشخصية أنت بعد ما رمع عليك ده إيش خلاك يتجلسيه إيش الكلام اللي زار بينك وبين نفسك إيش المواقف اللي ما خلتك تخرج إيش الفوائد إيش الفوائد اللي خلتك تجعو دي إيش الأشياء اللي خلتك توازني وده موجود وده موجود ومطروح أنت مستفيدة من ده إزاي مطلع نفسك ملاك إزاي مطلع نفسك ضحية أنت كنت بتستغلي كروت دي كانت في المدرسة وده جوه الفئمة بتبتز باية البنات في الامتحانات والأمور دي بأنها ممكن توازي يوم حفلة الإلبس بريستيل بس هنا مشكلتي أنه أنا كنت متأمل أكتر إن ما كان من الإخراج إن ما كان من كتاب من الإخراج إن صوفيا كوبولا آه إنكي نحن بناخد اسم كوبولا شرق أبوها يعني يمفرق بين الاثنين بس برضو صوفيا طلعت فيلم حلو يعني يعني أنا من الأفلام الحلوة بالنسبة لي فمتمكن أني قدر نقول راوية قصة جيدة آه تحيزت يعني راحت لجانب الأنثوي وزيادة من غير ما تدينا وجهة نظر تانية وهذا اللي كنا مفتقدينه في نهاية الفيلم ودولا عن كل ده شفتوا كل اللي قاعدين يقوله والله يأنسوا بس النهاية النهاية الفئلة النهاية قسم بها ياتي لا بطرف المحمود أقول له هو خلص الفيلم باشا كأن دلوقتي حالا واحد نتكلم الكاميرا فصلت ورحنا أيمين يعني ما في أي مقدمات لهذه النهاية أبدا اللي لو الفيلم كان معلي معايا سبعة ستة ونص لا نزل لخمسة مرتاح نزل لخمسة مرتاح أنا هذا اللي زعلني خسارة يعني خسارة صديقة مؤخرا أثرت نقطة أنا ما كنتش عرفها مش متأكد من صحيتها بس بتضع الأمور في نصاب مفهوم شويتين ليسا ماري بريسلي بنتهم اللي توفت اللي كانت زوجة مايكل جاكسون يوقال إنها كانت معترضة على المذكرات دي تماما وكانت معترضة على مشروع الفيلم ده تماما لأنه بيرسم صورة لأبوها غير حقيقية هي كانت شايفة كده وطبعا المشروع دوات بريسلا بريسلي لسة على قيد الحياة ما أخونا عن مذكراتها وهي موجودة في تقم الإنتاج بفاعي الفيلم بالله خليني أقول حاجة ما عليش نطلع من منطقة الفيلم عارفين لأي الدرجة بنت دي كدابة أنا أكاد أجزي منها كدابة انت كدابة يا حج عارفين ليه حج يا انت كدابة واش كان في فرصة مهدرة فرصة مهدرة كان من الممكن تسلط الضوء على شخصيتها الشيطانية بشكل أكبر أو على العائلة المتفكه كده بشكل أفضل انه كيف نفس الخطأ اللي وقعت فيه الأم وتزوجت إلبس بريسلي في عمر مبكر انت حطيت بنتك في نفس الغلط وزوجتيها لملكة الباب وهي كانت في عمر مبكر وطالع عليه إشاعات كثيرة أنا أحب مايكل جاكسون مايكل جاكسون من أكثر المطربين اللي أنا أشوفه ملكة ترفيه في الوجود ولكن شخصيته في الحياة عليها 500 علامة علامة استفهام فما أجي أزوج بنتي واللي كثير من التحاليل بتقول إنه كان يبغى يجيب حرمة في الصورة بس عشان يطلعوا من التهم اللي كانت بتنقاعد سواء التهم كانت صح ولا لأ هو كان يبغى حاجة دعن كده على قولهم يشيل منه الصورة اللي رايحة طب لو كان عندها الجرأة ووصلك بيها القصة وصولا للقاء مثلا مع بنتها وإنه ماينفعلك جاكسون ولا لا إسرلي ولا إنه هي اللي ساعدت ولا هي اللي سوت كممكن تجدي عمق أكثر للشخصية وإنعكاس على مدى طويل خصوصا إنه هي توفت قريب من توفيها الفين وعشرين مثلا ولا حاجة زي كده فكامنا ممكن أم اختاروا دور الملاك فقط وأي شخص مايروح للمنطقة الرمادية في قصص لسير ذاتية يفشل ما عندك تمجد شخص التمجيد ده في القصص للأطفال ما هي قصص تروى سينمائيا أبدا يعني فهذا مشكة الفيلم الأساسية الفيلم ده برضو على الجنب الإيجابي يتميز بنفس الميزة اللي ذكرتها في فيلم فراري إنه بيكو إكزيست في العالم بتاع فيلم إلفس ونقاط التضامة بينهم مش كبيرة قد تكون مش موجودة لأنه هو في فيلم إلفس النص الأولاني إلفس ظاهرة عبقرية لا تكرر عبقرية موسيقية تأثيرية شبابية جنسية كل حاجة أنت عايزة في الدنيا وفي النص الثاني هو ده الدول للاستخدام بتاع الرجل الشريري اللي جسره طوما ينقصر هو الكولن المعرفش ماله دوت في القصة داية الأمور متوافقة بس في النص الأولاني ما بنقولش مجرد أنه هو كان شاب مرتبك لا هو كان مؤسس التوكسك مسكلانة هو بيعزب البنت في كل لحظة بإهامه بحبه لها ما رو هو بيتكلم في الأول بيقولوا يا عفو حبها أنا معترض على داية أو على الأقل الفيلم بيطرح بيطرح كده بيطرح كده يعني وطبعا ده منظور كويس أنا أحب أتفرج عليه من منظور القصة والحدوتة اللي انت بتحكيها حتى وانا باجي في الآخر بقول أنا I'm calling you a liar I'm calling you a bluff بس الحدوتة اللي انت قلتها بتنكسنس جوه العلم بتاعك من المنظور بتاعك قد يكون الرجل دوت كان بالطريقة دي ومفيش تأكيد على ذلك والأمور دي كلها حتى شخصية الكولن النفسها وإحنا كنا اتكلمنا في الموضوع دوت مش موجودة في الفيلم ده احنا بنشور لها بس بس موجودة موجودة هو آل هو عمل ايوة فهنا جمالية نما نشوف الفيلمين انت عافل الكولونيل ده موجود ففي حدث في الفيلم انه هو بدأ يخش في نبام الأرواق الروحي والسبرتشول والتقاليد ومفرض الأدوية عليه اللي هي في الآخر اكتشفت ان هي كت مسكنات ومخدرات وأمور زي دي زي ما تكون صوفيا كوبولا عوزاك تطلع من الفيلم فاكر بأن الشخصية دي كل مرة تيجي سرتها مخك يشوف توم هانجز هي مش عايزة مش عايزة تغير الصورة ده اتعايزة تفضل موجودة فبرضو دي الفيلمين بيكو اكزستوا جوى نفس العالم الى وانا يعني حاشطح عن قاعدتي شوية هقولك كان ممكن يكون من اللطيف ان الفيلمين دول يندماجوا في فيلم واحد ويتعامل بالروشوان افاكت مرة من منظوره مرة من منظورها ماعرفش ايكن ممتاز نروح للعربي تيجي نتكلم على ابو نسب ابو نسب جال ابو نسب انا يبغى اوصف حالة الحالة دي ورتني لأي درجة في مشكلة كبيرة بتواجه السينمات بشكل كبير وتخليني أحط نفسي في مكانهم أنا جيد أحيج أزابونسب موجودة الحجوزات موجودة بس من المرات القليلة اللي رحت فيها والسينما فعلا شبه مليانة السوق الأفلام المصرية فعلا لها سوق في السينما في السعودية هذا أول شيء الشيء الثاني الفيلم الناس مستمتع يا جماعة هنتكلم عن رأيي في الفيلم الآن بس الناس جالسة مستمتع الناس بتضحك الناس مبسوطة الناس يعني الصالف نفس واحد أحيانا بتضحك مع بعض سواء أنا أضحكت ولا لأ بتضحك مع بعض فهذه الحالة خلتني أطل إنه ده معضوع مهم للحاجة اللي كنت بشرها سريعا من قبل ما قطعك إن إحنا ليندورين ليندور للتعبير عن رأينا وليندور إن إحنا نرصد الحالة عاملة إزاي إنه في تقبل هذه النوعية من الأفلام يا جماعة يعني إحنا اليوم برضو في كلامي مع بعض دور السينما بيقولك أنا كيف تطلبني يا ماهر إنه حطلك أيرون كولو مثلا في أوقات ويدوبك يجي واحد السينما ولا يمر عرضه لعرضين من غير ما حد يخش مقابل إنه أنا شبه صالات شبه مليانة بدأت في عروضها الأولية للأفلام المصرية واللي كل ما صارت أنا مالله ما بغلط في فيلم دابو نسب أنا بتكلم بشكل عام كل ما كان الفيلم قصته بسيطة وخفيفة والنكة اللي فيها تحت الحزام كل ما زادت كمان كل ما زادوا عدد الناس اللي بتروح ففيه فيه فيه سوق لهذا النوع فعدم فكل سينمائي أو كل شخص يقول أنا شخص سينمائي أنا متذوق للأفلام سواء تتفق معايا أو لا أنا ما أتكلم معاك كطالب ما عندك فلوس ما عندك مرتب لسه ما عندك دخل مادي أنا ما أتكلم مع الناس أنا أتكلم مع محبين السينما بشكل عام أي شخص يحب سينما وما يكون يكافئ الأفلام اللي يشوفها بطريقة ما مهما كانت الطريقة المحصلة حتكون خلو القاعات السينما من الأفلام القوية وامتداد للأفلام المتوسطة المتوسطة ولا الهابطة ولا إيش نقول عليها وما عليش أنا ما بكسط فيها أبو نسب وحنتكلم فيها أبو نسب بس ده كان للحالة لما قاعدت فرج الفيلم والله يقول الفيلم شغال وانا أقول أنا من زمان ما شكت السينما مليانة أنا آخر دخلت فيلم والسينما كانت بهذا العدد كان مع فارق التشبيه كان أوبنهايمر أو باربي واللي هما يعتبروا ظاهرة كمان في السينما فهذا يخليه أنه طيب ما قلوم المنتجين وما قلوم الموزعين وما قلوم دور السينما إذا كانوا بيعطوا حصص كبيرة لهذه الأفلام كلام سليم بس يعني وعلى فكرة إحنا ما بنلومش عن الناس يعني ومرضنا في حياة نماء بنقول الناس بطلوا تخشوا الأفلام اللي كمالية بطلوا تخشوا تانين كمان اضوا فرص للحاجات التانية كذلك العملية لو بقى الضحك في ضحك وأنا رجل بموت في الضحك أنتوا عارفيني يعني نفسنا حتموع حيبقى دمينا تقيل مقايصنا في الضحك نفسها حتى تدنى وعلى فكرة ده مؤشر خطير جدا أن الناس دمها يتقل يخلينا في الشوارع مش طيقين بعض يخلينا في الحياة مش طيقين بعض فزي ما بنتفرج على ده نبدي فرص للحاجات التانية لما نسمع أن فيه فيلم حلو حتى لو كان جد بنرميله طوق انقاذ على حدودنا يا سيدي احنا لا نؤثر إلا في حمام سباحة صغير قدامنا كده ففي هذا حمام السباحة بنقول زي ما بندي من وقتنا للكوميديا وهي مهمة جدا ولازم نضحك ولازم ننبسط ولازم نرفعها نفسنا احنا طالعي عنا في الدراسة وطالعي عنا في المذاكرة وطالعي عنا في الشغل وطالعي عنا في تحديات الحياة والكلام ده كله بس ما هو فيه فن برضو في الدنيا فيه درامة فيه حواديد فيه قصص فيه اجتهاد درنا ان احنا نبرزها ويعني لو نرجو حاجة منكم امشوا معنا مرة ولا مرتين ولو طلع كلامنا اي كلام ما تبقاش تسمع لي تانية فنرجع لابو نسب ابو نسب رسم لنفسه حدود معينة ما حاول يعمل انه اكبر من دي الحدود وعاش جوة الحدود دي من دي الناحية مهما كانت الاشياء اللي جوه انا تقبلتها تمام عملت وقت لطيف معاهم دخلت وانا بالعكس دخلت بانه انا هشوف حاجة مرسية انا دخلت وانا هشوف حاجة ما فيه اسوأ منها ابدا تمام بس لقيت نفسي انه فيه مواقف كوميدية انحطت انا ضحكت معها القصة سادجة مقصودة انها تكون سادجة بهذا الطريقة الشخصيات سادجة مقصودة انها تكون سادجة بهذا الطريقة هل كان من الممكن تقديمها بشكل افضل طبعا كل حاجة ممكن تقديمها بشكل افضل بس انا احترمت ان هو حط لي نفسه حدود وعاش وسط هذه الحدود الشيء الثاني اللي انا ما حبيته ابدا وعرغم ان انا ما عارف هذا الممثل وما عارف له ادوار وموزي مثلا محمود المطلع على فلاو مصرية بشكل كثير بس انا عارف من هو عاد الامام وعارف من هو رامي امام وعارف من هو هو محمد امام وعارف كل الناس دي ويش بيمثلوا ويش بيعملوا وعارف انه كان بيعمل ادوار اكشن وانه هذا اول دور تقريبا لي انا على الاقل اشوفه بيقدم كوميدي داخل فيلم اكشن كوميدي ولكن مش هو صاحب الاكشن كوميدي بس انا يعني اذا ليه كلمة واحدة الكلام اللي مكتوب يضحك توقيته الكوميدي كويس بيخليك تضحك اذا انت دي ما تضحك شب يا جماعة الضحك بالذات ما في انت اللي ضحكت وانا اللي ضحكت 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 ما فيها فلما انتكون في مكان وتضحك حتى كان الورق سيء حتى كلام سيء ضحكت جاب راسك فانا بالنسبالي فيه كم موقف كلا انا فعلا ضحكت فهذا بيعطينا ان الورق مكتوب كويس من ناحية الكوميدي وانه التوقيت الكوميدي حق الشخصيات برضه نفع في بعض الاشياء وصل لي الجانب الكوميدي ده بس انا ما قدرت اشيل من قدامي ابدا عاد الامام يعني عاد الامام في تسريحة الشعر عاد الامام في النظارة عاد الامام في دوعية الملابس عاد الامام في البلاهة اللي بتصير فيه ومو عاد الامام تسعينات لا عاد الامام سبعينات بداية تمانينات في الافلام رجب فوق صباح شاخن وي 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 ومتسول دخولت عني غريبة دلواتي فوق صفيح ساخن ايش هو؟ ما ايوة فوق صفيح ساخن انت بقولتش كده؟ رجب فوق صفيح ساخن ولا ايش اسمه؟ معرفش لا ما هو في رجب وفي رمضان وفي شعبان انا معرفش which one is which اه اوكي المتسول انه ده والمتسول وعصابة حمادة وتوتو لا بس يعني بالصراحة لو تسمح لي يعني المتسول ده فيلم عظيم رهيب هو جزد الفيلم انا جزد الدور اللي يقدمه يعني دي حاجات كومي داية افلام كومي داية في المقام الاول ولكن كان ليها لا انا بقارن دور عادل امام الشخصية اللي كان دائما عادل امام يلبسها الشخصة البسيطة المتواضع اللي على قده اللي الحياة قدامه سهلة محمد لبس التوب دا ودخلوا جوة الفيلم دا فانا كشخص متذوق لعادل امام جدا شفت افلامه كلها ما في له فيلم ما شفته من اجمل انك لو افضل مثل عربي بالنسبالي يعني ما بغى ابالك بس شوف من افضل مثلين افضل الافلام اللي شفتها فغصبا عني شايف عادل في كل شيء فانت ولده المقارنة مفروضة فتروح كمان تستعير فهو لو انه عملها بالعنية فبراغه لانه انت استثمرت بشيء وبنات عليه لكن لو انت بتقول لي انه هذا انا لا ما عليش مع كامل احترام احنا ما احنا مغفرين وانت بتستعير من ابوك قصدا وعملا وما كنت موفق حتى فالشياء كثيرة الله يا ماهر احنا هذا الحوار تم اثارته من ساعة لما محمد امام بدأ يعمل افلام كوميدي من الاساس لان بداية محمد امام في الافلام اللي بتتشاف هو ممكن يكون ظهر في شوية حاجات كده محدش فاكرها قوي بس بدايته في الافلام اللي بتتشاف كانت عمرتي عقبيان وكان دور جاد وكان ليه شخصية يعني في الفيلم دوت مش ناس كتير طلعت تقول انا شايفين عاجل امام في هذه الشخصية لانه كانت شخصية جاد فحسن ومرقص شخصية نص كوميدي نص جاد بس بالتوازي مع تواجده مع عاجل امام داخل الفيلم برضو التوهمة ديت ما كانتش لابسة بالكامل الا لما بدأ يشتغل في الحاجات الكوميديا اللي من بطولته بداية بفيلم الكورة ده كان اسمه ايه ربي هرب مني وبعد كده كان في جحيم في الهند وبعد كده كان فيه هانا وسرور ليلة هانا وسرور والامور دي كلها وابتدت التهمة ديت تلبسه بالكامل كابتن مصر فيلم الكورة اللي كنت بتكلم عليه ده وكلنا تكلمنا كلام اللي انت بتقوله وكلنا تناقشنا في الحاجات دي وهو في واحد من الافلام لو انا فكر صح كان ليلة هانا وسرور تعامل معها من خلال مشهد جوه الفيلم اللي هو نظام مش فاكر كان حاسم حسن الله يرحمه بيقوله تبتفكرني بولدك الليوة معرفش مين هم كانوا قصدهم على موضوع عادل امام فرح مقلده بزيادة ورح قايل دفاعه عن هزا الموضوع دي جينات يا باشا حامي فيها ايه فده ملفة قفل بلا حسب يعني محدش طلع في الاخر بخلاصة انا متقبل محمد امامب اللي هو بيعمله ده سواء بيقلد او ما بيقلدش هو خلاص بقى واقع احنا متقبلينه زي ما متقبلين حاجات كتيرة اوي انبثقت من هذه الظاهرة ومعادش حد بيتكلم فيها كمية ولاد الناس وكلام زي ده وبرده يعني اتناقشنا فيه وكلمنا كتير وانا كان عندي النظرية بتاعة اصحاب الاسماء السلسية والكلام ده كله فس انا مش عايزة بقى الرجل الشاعر بالمرارة كل شوية اطلع فيلم عودة اتكلم ما هو عشان ابن ما هو عشان ابن ما هو عشان ابن ده بقى الواقع بتاعنا وهو دوتا احنا عايشين فيه حكم انا جاي بعين جديدة انا مجدرت انا ما عايشت معك ده كله انا بس يعرف بكيب يو اطو سبيد اوكي ان هذا الموضوع انتهى في الاخر بان بدل ما عندنا ممثل واحد عنده الاتهام بان هو بيقلد ابوه وهم مش قادرين نحسم اذا كان تقليد متعمد ولا مجرد جينات متورثة قريبا خلال 3-4 سنين حيبو عشرة خمستاشر ممثل بنفس الصفات ديت والموضوع دوت مش هيتحسن انه عندنا انا فيه داني فيه واحد تاني على فكرة دخل معنا وانت لسه شايف له فيلم بس بيت الروبي الولد دلي ولد لا مش بيت الروبي حقولك دلوقتي اوكي طيب انا بالنسبة لي كمان حاجة تانية لو جينا مسكنا الفيلم انا مرة يعجبني الكدواني يا اخي انا مرة يعجبني الكدواني الصاوي هدولا من اكثر المثلين اللي ينفعوا هنا وينفعوا هنا تديه كوميديا حيعطيك بس تديه دراما حيعطيك اكتر وحيديك اقوى وحيديك احلى انا مانا ضد انه يخرج من الشيات دي وانه يقدم كوميديا بس انا ما شفت الدور لايق عليه ابدا يا راقل انا ما شفت الدور لايق عليه انا ما شفت الدور لايق عليه لانه هو عمل حاجة ايجابية له انه هو ما استهبل هو مش جاد هي المواقف اللي نحط فيها هي اللي بتضحكك هو ما بيحاول هو نعكاسب بيديا هو بينحط بس أنا موقف كدواني شاي المسدسات وبيعملوا حاجات أنا ما اشتريتها، ما راغي، ما بدأتي، يعني لو الصاوي كان هنا، كان اشتريت أكتر، هو خلد، خلد الصاوي يعني يا ربنا يا ربنا يشفي أنا أتصور نوبي يعني صحياً من حاجة ساعة أول في زيادة وزنه، فعش كده لو الصاوي هنا بمسكة المسدس بالكلام بالخطبات بمدريمين لايق عليه، جاي في، في المضلة اللي أنا شايفها بيغطيها، كدواني عدى شوية علي، كويش إنه أنا مثلاً اتجبلت إنت ما اتجبلت، بس مو لدرجة إنه أنا ما تقبلته أبداً، بس شايف إنه لا مو مكانك هنا، يعني كان ممكن تكون في مكان أفضل من كده. مختلف معك، شايف اللي هو عمله كويس، شايف إنه هو كان مخلص لجدية ودخل العالم بتاعه، وهو انعكاس للنكتة اللي دايرة حواليه، واللي أصحابها أغلب الوقت كان محمد إمام أو ياسمين صبري بصرف النظر عما إذا كانت محاولتها كانت موافقة من عدمه، والقصوى بتاعته ديت عشان إنت عارف إردود الأفعال اللي ممكن تطلع منها، بقيت بتضحك عليها من قبل ما رد الفعل يطلع. يعني بمجرد لما يبتدي بص بدنظرة شريرة، أنت تحكت لأنك عارف الطرف الثاني دلوقتي حاسس بإيه؟ ده فكرني ومش بالنسبة مية في المية، شوية بلاط ربع ولا استسلام، عارف بلاط ربع ولا استسلام بتاع أحمد ميكي؟ ده فنهرك أزرق ده أنت لازم تشوفه، لا 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 لا، وعاوزين أنا والناس كلها عاوزين رأيك، فلا تروع ولا استسلام بتاع أحمد ميكي بعد ما تشوفه، ده ضحك مش هتقوم منه سليم يعني، أنا حب مكي كمان، أنا حب مكي، مرحب. وعلى فكرة هو بلاط مهروسة جدا، وهو جوا الفيلم معترفين أنها بلاط مهروسة، إن هما جايبين واحد شبه واحد علشان يقوم بمهمة معينة والكلام ده كله، ومدير هذه المهمة اللي هو الرجل الأمني يعني مجد الكدواني، وطالع ما بيهزرش، رغم إن الفيلم ده، الناس تقولك مين أكتر راح بيدحك في الفيلم، ممكن كتير يقولك مجد الكدواني، ممكن يقولك هيز هيلاريوس كوميديك طول بتاعه، هو جدا طول الفيلم، هو ما بيهزرش، بس هو بيتعامل مع شخصية في منتهى الغباء لدرجة إنه مجرد ما هو مراية للغباء ده بيدحك لوحده، فهمت عليك، ففي شوية من ده في الفيلم ده، إنه هو مراية المياعة والمياصة والدلع والخيبة بتاع شخصية البطر، ما فصلني أبدا، بس أنا ما أجعد أجج، جعدت أقول إنه كنش حاب يكون أحد تاني غيره أو يكون في مكاله، وما فصلني، بس الفيلم يا جماعة، مو كل الأفلام لازم تكون جادة، ومو صح نحكم على فيلم من إحساسا على كل الإنتاجات اللي صايرة، داخل عالم ده الفيلم، داخل الحدود اللي رسمها، أنا خرشت بضحكة، فيلم خفيف لطيف، خرشت بضحكة، وخلاص، هل ده نوعية الأفلام اللي أنا دائما هخشها في المصرية؟ لا، هل ده لنا منتظروا من السلام المصرية؟ لا، بس ده نوع من الأنواع اللي له رواج، وزي ما قلت السنة ما كيف كانت مديانة، الناس ما تنبسط، الناس ما تضحك، وروحنا، دخلنا شفنا وش في وش، كان دمج بين الاثنين، دخلنا شفنا فوي فوي فوي، كان دمج بين الاثنين، كيرة والجن كان دراما على طول، بيت الروبي كان دمج بين الاثنين، بس أنا شايف أنه أغلب الأفلام المصرية رايحة لا، هادي قلة، كيرة، الجن، بيت الروبي، هي صارت القلة، والكثرة صارت اللي هو لا، كله بيرسل بنفسه حدود، وبيعيشنا داخل ده. لا لا، إحنا بنتكلم على كوميدي، صرف، مواقف كوميدي، لا تتوقف، حتى لو جيت في الآخر عاوز أحطي لها مورال، ولا حاجة ده المجرد إن أنا أدفع القصة أو أعمل مشهد واحد جدة أو كلام ده كله، ولكن حتى جوه هذه الحدود وجوه هذا البوكس الأفلام لا تستوي، يا ما شفنا أفلام حط نفسها جوه هذا البوكس وبتحاول تدحك الناس ودمها يلتش، مفيش حاجة بتيجي زي ما أنت بتقول النقطة المكتوبة مش شغالة، أو لو شغالة اللي بيجسدها اللي عارف يوقتها صح، ولا هو ده المتقيل، ولا إلقاءه مناسب، ولا كلام زي ده. والدليل الوحيد أنا ما لي صلاح الناس إليش تقول، إنت كنت في قاعة سامة، لو إنت ما تحكت الناس بحكة نشحت، يعني مو إنت المعيار، المعيار تقبل عدد، بس أنا تحكت، أنا تحكت، أنا تحكت، أنا تحكت، ما أقدرش منها، بس وإنت اللي تتكلم على الأفلام المصري المتميزة في عدد من النواحي مذكرتش الفيلم اللي أنا عايز أتكلم فيه معك بس حذوقه شوية، ليه؟ لأن إحنا ما كنا نشوف ولا فيلم سعودي حتى الآن، عاوز نتطرق للأفلام السعودية؟ الله يعني هاي إيه؟ إيه يا طيب إيه دي؟ طيب طيب لا ما فيمتهاش إيه؟ روح يا الله عندنا مندوب الليل وعندنا ناقة وعندنا حوجا؟ يلا نجي واحد نجي أنت، أنا عملا نجي من الصبح نجي أنت عايزين بس نوضع حاجة في الرسالة، هذه الصورة لا تم من أي رسالة من أي نوع حتى مش جايبينها مخصوص، ده جزء من الدكور؟ فهي هي صورة أي دي أصلا؟ ولا أعرف، ده إيه دي؟ شكلها جيم دي The Last of Us؟ لا لا لا، أنا توم رايدر أظن؟ ايه؟ توم رايدر الجديدة توم رايدر كد بتطلع بالهدوء أقل من الجديدة؟ لا، لما خلوها مودست، منازل منها جزء جديد، والنعمة؟ لا معرفش، أين كان، فدي مش رسالة، ودي مش رسالة، ده 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 تي شيرت ريال مدريد، ده هداية من صديقي مقرن، مقرن المقرن، حطه على جنب عشان ده ما روح نتكلم فيه بعدين، ده جاب هالي مبارح وتفرج معي بيه على مطش ريال مدريد، وأتلتكو مدريد، فأتلتكو مدريد كسب ريال مدريد، فلو عايزين تقولوا إن أنا نحس، بس أنا عجبني التي شيرت فجايبين، ها، اختار واحدة، نختار حوجن، فنوس، حوجن، حوجن، أنا قر فوقت الرواية قبل عشر سنوات في 2013، إحنا، إحنا في 2014، 11 سنة تقريباً، جرت الرواية أول ما نزلت، من الروايات القليلة اللي حركت المجتمع السعودي حتى الغير قار إنه يقرأ الرواية، لأنه نزلت في زمن من الأزمان اللي كان فيها تشدد معين موجود عندنا في، في البلد، من يحاب أخول في التفاصيل، ويتسبب في منع الرواية من البيع لفترة مؤقتة، وطبعاً كل ممنوع مرغوب، طبعاً، طلعت الأخبار والناس تهافتت على شراء الرواية، أنا بحكم أنه كاتب الرواية صديق إبراهيم عباس، أو أصل له التحية، من الناس اللي تسلمت أنا في يدي النسخة الأولى قايم ما تنزل للعامة وقرأتها، وكانت تجربة جداً جداً جميلة، تجربة جميلة ليه؟ لأنه الرواية يا محمود، أنا أقرأ روايات مرة كثيرة، أنا أحب الروايات جميلة، أنا أقولوا عليه اللي تقولوا أقرأ من أسخف الأمور لأثقل الأمور، أنا أحب... في حد ليه توقيب سلبي على حاجة زي كده؟ إنه مضيع وقت ومدريئة، وكلاء أنا أحب أعيش، حب الغمس، بضيع وقت في الإراءة، في حاجة في الدنيا اسمها إراءة بالضيع وقت؟ فأنا أحب أحب أعيش الروايات مرة، حتى لو كانت روايات يونج أدلت ولا تفهى ولا كلام زي ده، فقاتوا أقول له أبضيع وقت وانت عادي برح تتفرج على الوقت الإضافي بتعرياء المدريد والثلات المدريد، والثلات المدريد، خصوصاً إذا تقاطع هذا العالم مع العالم الحقيقي، يعني مجرد أنك تتخيل كوكب وتتخيل أرض وتتخيل قارة وتتخيل وكل شيء من العدم، ولا تنقل الواقعية، تتخيل دمج بين عالمين موجودين، هذا مرة صعبة، الصعبة الأكتر أنك تتخيل أنا بالنسبة لي دائماً أكون متأثر بالأعمال الغربية، أقرع عن شخصية توني، شخصية آدم، شخصية سميث، شخصية مدر مين، في أمريكا، مدر إيه، فحتى لما تتخيلني في عالم أنا من يعايش فيه حتقبل الخيال أكتر، أنا من يعايش في العالم الأمريكي ده، فتخيله زي واتتخيله أنا حتقبله، فلما تجي تعملي عالم يتخيل حياتي أنا كفرد سعودي في ملكة العربية السعودية، يتخيل في جدة، يتكلم على أحياء في جدة، على حواري في جدة، مدينة أنا تربيت فيها حياتي كلها، يتكلم على عادات وتقاليد فيها شوية جانب ديني تتكلم على الجن وعلاقتنا فيهم وكيف إحنا كمؤمنين وكمسلمين نؤمن بوجود الجن ومذكورين في القرآن وكل كلام ده ولو شخص بدأ يتخيل كيف أنه ممكن يتقاسم معنا هذه الحياة وهذه المنازل وهذه البيوت وكيف أنه عندهم مماليك وعندهم ألقاب وعندهم عوائل وعندهم عشائر وواواواوا كيف أنك تبني ده كله ترى هذا عالم موسحيل أنا أقول لك هذا عالم موسحيل الرواية كانت جدا جدا طموحة وأنا هنا أوصل رسالة لإبراهيم عباس حرام عليك أنك ما كبرت الرواية دي أكتر وأكتر أنا أعرف أنه الجزء الثاني والثالث يمكن ما لاقوا نفس الاستحسان بس انديك ترجع وتكبر العالم للعالم اللي بديته كان جدا جميل فأنا كشخص قرأ الرواية وهذه مشكلتنا كلنا اللي نقرأ الروايات غالبا نشوف الأفلام نادرا الفيلم يتفوق على الرواية نادرا 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 فأنا داخل وقاعد ماهر أنت ما حتشوف الرواية قلل توقعاتك وروح وتفرج بس لأي درجة أنت بتنقل في الفيلم هو ده اللي يهمني العلاقة الرومانسية اللي نشأت بين الجني وبين الإنسية أنا اشتريتها جدا أداء براء عالم فيها مو عشان هو صديق ولا إنه صاحب في الجانب الرومانسي في الجانب الرومانسي ليه هو صديق وهو صاحب وأداءه في المشاهد الأكشن أو الحركة ما كانت شو موخنا فأنا في الجانب الرومانسي كان جيد حتى واحدة جلسة أنا وبراء ومحمود مع بعض أنا قلت لبراء عم يعلم عن جهة دي خلاص خد أدوار من ده الجانب إليه ما تجيك أدوار محتومة من الآخر بقى عشان إحنا السياسة وبتاعه معرفش مين يعني المهم فالجانب الرومانسي نورة الخضرة قدمت أداء رومانسي برضو أتقبلته بناء العلاقة بين الاثنين جميل بالذات لفئة عمرية وأفكر فيلم الفئة العمرية لو جينا على الفيلم المصدري لو تكلمنا عليه اليوم إنه الفئة العمرية المناسب الفيلم ده فئة عمرية يونج أدولت اللي هو مراهقين إلى العشرينات حينبسطوا مرة بالذات على الجانب الرومانسي من الفيلم فكل ده كان حلو لما رحنا خدنا لمحة على عالم الجن في البداية أنا كنت متقبل خصوصا ملك الجان شخصية نوافة دفيري ولنايفر دائما ننزل اللي أخبط بنا لأخوان التوأم دول أعطاني بجانب الكوميكي اللي كده عارف المبالغة في التمثيل والمبالغة في الشر برضو مسكت معاي النصة الثانية من الفيلم اللي كله أحداث أكشن واللي كله تنقلات واللي كله سي جي آي واللي كله أشياء فشل فشل دريا بالنسبة لي حتى المواجهة القوية اللي صارت بين حوجن وعالم الجان في الأخير قلبت لحوجن مع نينجا نينجا نزلين من السماء لا توفقوا في الملابس لا توفقوا في طريقة القتال اللي صارت بينهم لا توفقوا في المؤثرات البصرية اللي صارت معانا لا توفقوا في المواجهة اللي صارت أبدا 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 فأنا لما تجيب لي فيلم فانتازيا وهذا كلمة أنت قلتها لما تجيب لي فيلم فانتازيا وينبني بشكل كبير على عالم الفانتازيا والذي ينبني بشكل كبير على المؤثرات البصرية غصبا أن يحاكم عليك من هذا الجانب وهو فشل في هذا الجانب فشل كبير جدا لو أخذناه إنه هذه محاولة أولى لفيلم عربي فيلم سعودي في هذا الجانب أوكي من ناحية المؤثرات البصرية لكن ليس أوكي من ناحية تنفيذ المشاهد نفسها المشاهد كنسية تنفيذ المشاهد الأكشن كنسية إنت قاعدت مثلاً معلش تتكلم كتير براع عالم أول شخصية البطل الرئيسي من إمتى بتتكلم كتير طلق علي يا شعر أن أنا كلام كتير كلام غريب أوي أقل من البداية الفيلم إحنا بنشوف مثلاً أنه شخصية حوجن بتنط وتجي في مكان فخلص أنا جاني إحساس أنه يتنقل بسرعة ما له داعي أبداً تجيب لي هو أنه بيجري كأنه فلاش ما له داعي زودت كلفة على نفسك في المؤثرات البصرية ورأت أن عيوب المؤثرات البصرية بشكل كبير طلعتنا نبراء عالم بشكل يعني مو حلو يعني مو عارف يمثل الدول مو عارف يطلع بالطريقة دي لأنه أبداً أبداً موجيب للشخصية كان ممكن تستغني عنه بشكل بسيط اختفق شت وجاب هلاص وصارت وراح وصل المكان اللي يبغى بشكل سريع فكان فيه اختيارات كتير كانت سيئة آخر اختيار كان سيئ كل ما يتعلق بالموسيقى راح ديزني بالزيادة شايفين أفلام ديزني كيف داماً عندنا ناس تغني وعلادين وهم الطيارين والغنية قد تشتغل وأنواع مختلفة من الأغاني دخلت لي راب حتى في الأغاني فاختيارات الموسيقية كمان كانت سيئة بس برضو أشوف أنه حيتقبلوا الجمهور في الفئة العمرية الأقل بشكل أفضل أنا موافقك في كل حاجة أنت قلتها ومعنديش أي اعتراض معاك على أي حاجة عندي تعقيب بس على نقطة تقبل أو استقبال الانتقادات الخاصة باستخدام المؤثرات البصرية داخل الفيلم لأن احنا جمعنا لقاء مع ياسر الياسري مخرج الفيلم وهو كان عنده وجهة نظر سليمة مية في المية بنحاول نخرج عن المألوف بنحاول نخترق حاجات الناس كانت بتقول إنها محجوزة لمركتس معينة أو أسواق معينة أو صنعين سينما آخرين ما هم ماشي إحنا إحنا مالنا ده شغل أمريكاني إحنا مالنا ده شغل كوري إحنا مالنا ده شغل هون كونج إحنا مالأب يقولك لا أنا عاوز أجرب نفسي وعاوزين نخترق الميادين دي وعاوزين نجرب فيها حتى لو أخفقنا حتى لو كنا موافقين حتى لو ما كناش الكلام ده كله أنا موافق مع هذا الموضوع تماما وشايف إن إحنا منذرنا كذلك علشان ندعم تجربة زي دي ونحركها الأدام هي إن أنا ننتقدها يعني نتكلم فيها ونقول لا مش موافقة لا مش حلوة وماهر دلوقتي هو بيتكلم دخل في التفاصيل يمكن أنا شخصية لما جاء تكلم معناها مش هتطرق لها يعني أنا مش هقول بالتحديد الإفاكت بتاع تبيين إن هذه الشخصية سريعة أو إن هذه الشخصية عندها قدرات على التنقل أو قدرات على القتال أو الأمور دي تقول لها الراجل داخل في التفاصيل مش علشان يتريع عليكم يعني مش علشان يقول ده وحش عشان كذا أنتوا متجربوش في الكلام ده تاني لن يحدث إن إحنا تفلت مننا ونقول كلمة زي دي ولو قلنا كلمة زي دي إحنا بنعتذر بالمنتهى الأمانة أقول لا أتذكر إن إحنا قلنا حاجة زي كده إن إحنا جلنا أقول يا جماعة خليكم في اللي بتعرفوه لا مش هقول كده خليكم في اللي أنتوا متعرفوهوش خليكم في اللي أنتوا مجربتهوش بس أمها الفنتازيا لازم أنا لما أبني دبنا ما دحت الرواية وقلت إنه كيف بنى العوالم وكيف بنى الشخصيات وكله أعمل لك كل شيء لكاتب إنت أنا اشتريت حتى للا لا لا لما نروحنا للعالم الجن أشتريت مو أفضل شيء أخذ اقتباسات من ستار وورس كثيرة من صناعة العالم بس برضو أوكي أنا اشتريت معاك بيقى عليك الأشياء السهلة اللي تعملها ممكن بطريقة أفضل لا تفصلني من هذا العالم وتشغلي أغنية راب إيش دخل الراب في عالم الفنتازيا إيش دخل الراب في جدة يعني أنا حتى ما نسألت يا سيد الياسري قلت لي أنت انشغلت الأغاني كثير وقل لي أنا حاولت أنقل روح جدا أنا ما قدرت أرد عليها تصويتها يا جماعة مع قناة الشرق كنا سريعين هو وراء ألف لقاء يعني بس كالنفس يقول له إيش دخل الراب في جدة الراب ما هو معروفين بدا الشيء لو قلت لي كسرات تقول لك عيوة بس تقول لي راب إيش دخل الراب في ده الموضوع يعني لا أنه الراب داخل في الجانرا حقية الساي فاي ولا الأغاني الشاعرية داخل في الجانرا حقية الخيال العلمي ولا شيء فإنت ما اخترت فئة وكنت يعني ماشي معاها مية في المية حتى الأشياء اللي عليك كميكب وحاجات ما توفقت فيها أبدا الملابس كل ما يختص بالملابس جدا كنسية كان باقي تلبسهم بنجابي حق الباكستانيين وخلاص هذا هو هذا هو اللي راح عليه حلو بس هل أنت دلوقتي بتقول له ما تجربش تاني لا جرب بس أنا بقول لي أنت فين ما فين ما عملت فين ما عملت صحي هو ده الموضوع كله أن أنا بحاول أن أنا أكمل تجربتك بإني أنتقدها وأقول لك أنت توفقت في إيه وأقول لك أنت ما توافقتش في إيه عشان لو عاوز تعيدها تاني نساعد بعض أننا نقربها أكتر من الجمهور سواء أنت اقتنعت بكلامي أو ما اقتنعتش به أنت ممكن تقول يا عم أنت وعملين تهبين أنت ولا فاهمين يعني أم وقترات بصرية ولا فاهمين الكلام ده معقد إزاي ولا فاهمين الكلام اللي مكتوب في الرواية يصلح لأنه ينتقل للشاشة ولا ما ينتقلش اللي اعتبرت الكولمية وأنا مش مطلوب مني كمخرج أن أنا أقعد معاكم وأشرح لكم كل بيت عملتها بتقرار ده ليه أو أنا مريت بإيه أو أنا كان نفسي في إيه وما تحققش إنتجيا أو أنا كان نفسي وما تحققش تقنية مش مهم أنت ممكن تأخذ الكلام ده وتقول الناس ده تمش فاهم حاجة بس الكلام اللي قالوه ده وتأوحيلي بإني ربما كان ممكن أخد مش الخيار اللي هما بيقولوه أخد خيار آخر وكان ممكن ينجح يبقى إحنا كده ساهمنا ساهمنا بإن إحنا بنحاول نقولك حاجات بصدق مش بنقول لي ياسر الي ياسري بالتحديد مش بنقول لي براء بالتحديد ومش بنقول القائمين على فيلم حاوزجان بالتحديد إحنا بنقول ده لكل صانع سينما عربي عاوز يخترق أفاق جديدة عاوز يجرب في نفسه في حاجة ما حدش جربها قبل كده إحنا كان من فترة عندنا تجربة فيلم رعب ممكن يتحط جوه عالم كان اسمه وردة كان من تأليف محمد حفظي ومن إنتاج محمد حفظي وهو متضايق جدا من التجربة هي تجربة غير نكحة بكل تأكيد وأنا كنت جالي لقاء بيه بيقولي فيلم وردة ده قطة أنا لو يرجع بيه الزمن ما عملوش تاني وأنا كنت بقوله ليه فبيقولي هو حلو قطوله لا وحش جدا بس طب تعلمت مينه يعني نشوف يا سيدي أنا طلقت ترياءت على وردة أنا عفاكر يعني وناس كتير ترياءت أنا مش قصدي أبولي أنا مش طلع تنمر عليك أنا طلع أقولك اللي معجبنيش عشان تبني عليه ونقول طب في التجربة التانية وممكن تطلع تجربة وحشة برضو بس ده تحسن وده تحسن فرجوا يا جماعة على أفلام الرعب الأمريكاني دي في بدايتها كان شكلها عامل إزاي أفلام الخائل العلمي الأمريكانية جامعة الماستر كلاس المرجع الذي ليس قبله مرجع ستار وورز الجزء الأولاني فيه مؤثرات تهلك من الدحك تهلك من الدحك ورجعوا وعملوا إنتاج تاني بمؤثرات تانية بس أشان يختلصوا من دي النقطة فأنا ماني مرة ثانية بس أنا لازم أكون قاسي حبة كمان هنا بدين النقطة اختيارات كثيرة اخراجيا كانت خطأ ما لا صلاح في التجربة أنت قررت أنك تدمج أكتر من فئة مع بعض العامل الرومانسي اللي أنت بديت عليه بداية الفيلم من وص الفيلم اللي بنت اختفت النور الخضر اختفت من وص الفيلم التاني كاملة ما هي موجودة في الصورة نهائيا أنت اخترت أنه فيه مثلث حب يكون موجود تم تقديمه بأسوأ طريقة ممكن اللي هو الولد التاني ده اللي كان يحبها لا دخوله كان صح ولا بعدين تقبله للواقع كان بطريقة منطقية ولا بشيء بالذات المجتمع السعودي الغيرة عندنا عالية جدا مجرد فكرة أنه اللي أنا أحبها واللي أنا حضرت فيها ودي محركات المنساية مهمة جدا خصوصا في الفئة العمرية بالضبط على مستحيل أني أتقبل فأنت حاجات كتير إخراجيا ما عملت معها بالطريقة الجيدة حتى في المواجهات نزلين من السماء كأنهم نينجا اللبس اللي لبسينه كأنهم شنوبي جايين من اليابان فهذه الأشياء لأنه حرام قصة مكتوبة صح لأنه إحنا عندنا حاجة دايماً أنا أنتقدها يا محمود لأنه إحنا بنتقد الكتابة تمام؟ وأغلب الكتابة اللي بنتقدها لما يكون سيناريو لأنه إحنا ما عندنا الأدب بشكل كويس من أجمل الأفلام المصرية اللي أنا شفتها في حياتي مقتبسة من روايات روايات مصرية أنا عملت أو روايات ترجمت من أعمال أشنبية إحنا ما عندنا المكتبة الأدبية الكبيرة اللي تسمح لصانعين الأفلام باقتباس أعمالهم حجاً كان واحد من قلة فإنت ما تعاملت مع هذا العمل الأدبي بطريقة جيدة لو تلاحظوا في كل الكلام اللي قلتوا ما ذكرت الحوار الحوار في مشاكل بس ماهو ما يعتبر من أكبر مشاكل في الفيلم على العادة إنهنا دائماً أقول لهم الفيلم حلو لو لا الحوار الفيلم حلو الأحداث الحلوة فيه بس الحوار فيه مكان حلو الفيلم دال إنه مبني على عمل أدبي قدر إنه يقتبس الكثير من الكلام الأدبي اللي صار فيه والجملة الأدبية اللي إنقالت ودخلها في حوارات رفع من مستوى الحوار لمرحلة مش عظيمة بس فوق إن أنا أنتقد الحوار إنه سيء وإنه ضعيف وكل كلام ده الاختيارات الإخراجية تحديداً اللي ياسر الياسر قام فيها أخفق فيها بشكل كبير أدتنا لده الشيء واضح إن الفيلم تم قصة مراحل كثير في عندنا لقطة اللي اسمها جمارة دي طلعت فوق المبنى إيش استفت من المقطع ده استعراض للسي جي آية السيء وراني جمارة الأول مرة لا وراني هي قوية ولا ضعيفة ولا وراني هي طيبة ولا شريرة ولا وراني أي شيء بس ما جاء رطلعت فوق السطح زي النينجا برضو بنفس الوقفة لا بصوب رائع عالم عميلي سبايدر مان انت شوف كل ما يوجه في كده نفس وقفة سبايدر مان حتى وجدت له هذا سبايدر جيني حاولت معاه وهو مفيش فايدة خلاص انتم معا هو سبايدر جيني ولا سبايدر مان ده أنا مني عارف ننجل للبعد يا باشا وانت هقولك ايه على ذكر معلش استقطاع سريع يعني وانت بتكلم على موضوع الأعمال المختبسة من الأعمال الأدبية قبل ما يجي بليلة أنا جيت من جيت الرياضي مبارح وانا نايم بالليل عادت بفر في تيك توب كده خبطت في حتة فيديو هنري بركات المخرجة المصري الكبير وهو كبير في السن يعني كان عامل لقاء مع أستاذ سلمة الشماع لقاء عن السينما وكلام بيحكي لها مختلف عني تماما ايه ده؟ التيك توب عدت بطلقالك أشياء مختلف عني تماما كل واحد ولي بيعمده لايك يا بي كل واحد ولي بيعمده لايك على ايه يا أستاذ كانوا بيتكلموا على عملية تطوير فيلم دعاء القروام أوكي عن رواية عميد الأدب العربي طه حسين طه حسين طه حسين مش نجيب محفوظة لا 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 ازاي هو التقط الرواية ازاي طلب ان هو يتعامل فيلم ازاي الرواية دا تتحولت لسيناريو ازاي طه حسينت دوم الحقوق بتاعت السيناريو دا باشا انا حسيت ان انا في كابسولة زمنية وان اللي بتفرج عليه دوت هو المستقبل مش الماضي هذا ما يجب ان تكون عليه السينما بحزافيره زي ما بنقعد نحكي عن التجرب اللي بنقرها على الويكيبيديا بتاعت المشاريع العالمية ومشارط الامريكية اللي قسرت الدنيا المأخوذ عن الرواية البست سيلر انت بتتكلم على سنة خمسين وسنة ستين وسنة كلام زي دا وفيه بست سيلر وفيه حركة ادبية وفيه كاتب سيناريو بينقل رواية مش صاحبها هو اللي بينقلها وفيه مخرج عنده رؤية والرؤية بتاعته تتضاد مع الرواية الرئيسية في فصل النهاية ان هو بيقول النهاية ليست سينمائية فطبعا دخلوا في حالة ارتباك انا ازاي اروح لطاها حسين اقول له الرواية اللي هنا نهاية بتاعتك وحشة اعملها ازاي دي يعني عارف وصلوا لايه في النهاية حاجة تانية حسستني ان احنا بنتكلم عن المستقبل مش الماضي صوروا النهايتين عارف زي ايام لتجند بتاع ويل سميت لما صوروا النهايتين صوروا النهايتين ولما جم طاها حسين كان كفيف طبعا فهو سامع الفيلم مش بيتفرج عليه فهوما بيقولولو دي النهاية بتاعتك ودلوقتي عايزين نفراجك عن نهاية بتاعتك وبعدين رح حاطين نهاية بتاعتنا فرح نصدق لهم عن نهاية بتاعتهم انها فعلا هي الامفل وهي البتاع انت بتتكلم على العملية تطوير مشروع شكلها عامل ازاي ايام الابيض واسود واحنا النهاردة جايين بناخد بايد الناس مش احنا مش قصد انا وماهر كل الناس المتقدرين بتوعي السنما نقول لهم الحركة الادبية البيست سيلرز نقلوهم كاتب السيناريو مش شرط كاتب الكتابي هو يبقى كاتب السيناريو رؤية المخرج رؤية الممثلين رؤية الابطال اختيار اماكن التصوير الكلام ده كله كان بيتعمل طلقائيا سنة خمسين و سنة ستين مهادي انا اليوم ما اقدر احكم على دا الموضوع بشكل كبير الحركة الادبية في مصر افضل بمراحل طبعا من عندنا اتمنى ان الروايات السعودية تزيد وانه تكثر بس انا متابع بالذات مكتبة دار الشروق عندكم يعني صراحة الاعمال تطلع عنا سنوية نقضي منها كم اعمل الحركة التقافية في مصر حلوة فدل يمزع عني ليه ما في استغلال للاعمال الادبية عندكم يعني الوحيد اللي قدر يسوي له خطه احمد مراد و اعمله معمرون حامد و اعمله توقم بقون بيعملوها بوناعنا على مدرسة وحدها بمفرداتها وتوقمة معينة بينطق عنها مشاريع كويسة وبينطق عنها مشاريع اخرى مش كويسة بنفس الدرجة بس شيء جميل يعني فيه روايات انا ممكن حتى ادي كيات حطها كي تحط الصور حاجتها بعدين اتذكرها مع نفسي بس فيه روايات مصرية حيرة بكل الفئات بكل الفئات ده الكوميديا الرعب العوالم المختلفة فصارة انه هاده الاعمال الادبية اللي مو من السهد بس افضل من هناك تبدل سيناريو من العدم وتعمل عليها عمل مسلسل ولا فيلم ولا غيرها ايش اللي بعد هحط لكم لينك للموضوع بتاع هنري بركات ده والله ما هتصدقه نحن بنتكلم على حاجة يعني لقاء بقاله بتاع 20-30 سنة عن صناعة السينما بقالها بتاع 60-70 سنة مش هتصدقه تعالي نتكلم على فيلمين احنا معرفش رأي بعض فيهم خالس اطلاقا بداية احنا رحنا بقى رحلة سريعة كده للأفلام السعودي والأفلام المصري تعالي نرجع تاني للأفلام الأورجوياني الأسباني انا معرفش جنسيتو بسراحة بس هي حاجة من الاتنين دول اعادة او معالجة جديدة لفيلم اخر كانت عامل سنة مش فاكر سنة كام بتاع ايثان هوك كان اسمه انا مش هفتوش على بعضه شفت منه حاجات وبعدين خفت منه وقلقت منه حطيته على جنب اللي بيحكي قصة فريق رجبي أورجوياني في رحلة قصيرة جدا وهما بيعدوا ما فوق جبال الانديز وانا مش عارف ازا كنت زي ولا لا بعد ما شفت الفيلم جريت بسرعة قاريت عن الحدوثة الحقيقية انا عملت كده والحدوثة الحقيقية ملينا تفاصيل حانا تتطرخ للموضوع ده وانا احنا بنتكلم فهذه الطائرة بتقع في جبال الانديز فاسوأ توقيت ممكن في الدنيا مناخ قاتل يمنع عمليات الانقاذ محاولات البقاء للحياة بتدفعهم للتدابير مش لكل الناس انهم يقدروا يستحملوا تجربة المشاهدة ودي رسالة امانة مني للمشاهد رغم اني برشح الفيلم بكل قوة وبنخوض معاهم تجربتهم اللي مليانة معاناة ومليانة معجزات في نفس الوقت طلباتك رأيك تجربة مرة صعبة مش كده والنبل خيالك هتعليهم عامل ازاي زوبانا جاعدين نتكلم على سوق المؤثرات البصرية شوف الفرج هنا يا جماعة الفيلم ده كان ببساطة ممكن يسوي لك ايه توف كده وفجأوا هم في الثلج وخلاص وتمشي الامور تمام لكن المقطع اللي تفجرت فيها الطائرة من اجمل المقاطع اللي شفتها بتوريني تحطم طائرة كيف طلوعها بيحاولي انا حسيت اني انا السواق حق الطيارة او السواق الكابتن حق الطيارة كيف احساسي خلاص يتبطت على الاخير ضربت كده في الاخير وفكت معانا انت قريط اطلاقا عن السبب الحقيقي للكرسى دي لا خطأ طيار خطأ طيار هو تصور ان هو تخطى جبال الاندي اوه فاتفاجأ فيه هو كان طيار تحت التمرين ومعاه طيار تاني خبير وداله قيادة الطيارة كانوا من انواع التمرين في هذه النقطة لانه يتعلم ازاي يعد الجبال دي لانها حاجة تريكي جدا ما ينفعش تصل لارتفاع اكتر من اللي لازم في المناخ ده وفي نفس الوقت لازم تعدي الجبال دي وبعدين تنزل تاني للارتفاعات اللي هم متعودين يطيروا عليها وكان قدامه قراءات من من الصوفت ويرز او الواتفر اللي كانت موجودة ساعتها يعني بتقوله انت على على الارتفاع قريب جدا من الارض وهو ما كانش مدرك ده والراجل الطياري الكبير ده ما كانش مركز وكان وطق فيه في الكامل فهو قرر ما هو ينزل كأنه بيضيف بعد ما تخطى جبال الاندي وما تخطهش اطلاقا فرحة بدهم كانت فاللحظة هادي اللي تفجر فيها الطيارة هي لحظة اللي أنا بدأت انتبه مع الفنم فعلا فعلا لانه طريقة تنفيذ تحطم الطائرة كان رائع طريقة تفكك وكيف الناس قاعدة تنزل وكان حقيقي يفكرك ليش دائما في الطيارة يقولوا يا جماعة ربطوا الأحزمة بتشوف ليش يفكرك ليش ما تخلي أي شنطة موجودة بتشوف ليش انت ممكن تموت من شنطة تجيلك ولا من حاجة تجيلك ولا من أي شيء الطيارة ما هي لعبة بس الحمد لله لمستوى الأمان العالي للطيارات اليوم احنا ما بنحس بس أول ما تصير أي غلطة الفيلم ده بيبريك لأي درجة إنه لا الطيران أي غلطة فيه ولا أي إجراءات سلامة من وراها شيء معين بس ده كله على جنب أنا لو في حاجة في الفيلم ده بصطلط لي ياك رسالة بغض النظر عن الجانب الإنساني المؤلم وكل دي الأمور غريزة النجاة عند الإنسان قوية 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 صحيح قوية مهما كنت يعني ليه غلرك أنه أنا مثلا الآن حياتي اليوم مثلا في العمل ولا محمود إحنا شخصياتنا قوية شاكمين البيت العمل فريق مدرمين معناته إحنا مثلا هنكون قويين لا حتى لو إحنا ناس أصلا ضعيفين في الحياة إنك تموت هذا مو شي سهل هتحاول كل شيء ممكن غريزة النجاة اللي موجودة في كل البشر قوية لدرجة غير معقولة إن الواحد ممكن يعمل أشياء تكون مقزة زيزيني الآن بس لو أنحط في مفترق طرق هو حيوصل هو يبغى يعيش هو يبغى يعمل اللي عليه هذا يخليك توصل لمرحلة لأي درجة إحنا عندنا طاقة كامنة ما استغليناها يعني أنا مثلا في 2023 وما علينا أحور الموضوع علي مرتانة بس بأدي عليه مثال أنا ما تخيلت يوم الأيام أنا أشتغل ويكون عندي عمل أي يكون عندي وظيفة وعندي بيت وأسرة وعندي قناة يوتيوب وعملت مشروع مع محمود في الناقد ويدرس دوبة ممكن بس أنا أمري ما اختبرتها أنا ما اختبرتها مو سهل علي وصعب وأخلص بس يمديك معناته عندك وقت معناته يمديك تمط معناته قدرتك الاستيعابية أكثر أكثر ما إما أنت تتصور فهذا لو من نسقط على قصة الفيلم يوريك لأي درجة غريزة الإنسان قدرة الإنسان على الحياة قدرة الإنسان على مواكبته تكيف الأجواء اللي هو موجود فيها كبيرة أكثر مما تتصور بس فوق ده كل الفيلم كان صاحب أنا يعني شفته على مرحلتين أنا مجدد شو فيلم في مرة واحدة أنا بعد ما غلجت الساعة الأولى قدرت لا أنا أخفت سيبهم وأقطع الفيلم أرجع لأيهم تجمدوا قررت أني لازم لازم أفضل معهم ورائبهم واحد واحد أولا الفيلم شخصياته كتير قوي لأن الحمد نتكلم عن فريق والفريق دوت عدد كبير من أفراده كانوا عناصر فاعلة جدا في مراحل معينة جوه القص يعني ما فيش بطل واحد للحدوتة بتاعتها من بدايتها لنهاية في بطل حادثة معينة في شخصية مفتاحية في حادثة معينة سواء بشكل إيجابي أو بشكل سلبي يعني في شخصيات سعدت في نجاة من نجو وفي شخصيات سهمت في وفاة من توفق أو في رفع المعاناة أو تخفيف المعاناة قرارات صحة قرارات غلط والكلام دوت عادة لما بيجوا يدراماتيزو يعني لما يكون الحقيقة كده وتيجي جوا السينما تنقلها للشكل الدرامي بتعملش كده انت بتروح ضامم القرارات كلها علشان توحدها في عدد محدود من الشخصيات فتقدر تجيب لهم بطل زي ما فيلم ألايف الأصلي كان بطل إيثان هوك وتروح مديله المسئولية الكبرى في عدد كبير من القرارات والكلام ده كله فتدفع القصة لأدام المرة دي الراجل التزم أنا لما قريت تفاصيل الويكيبيديا بيج بتاعت الحادثة الحقيقية مش بتاعت سناريو الفيلم انبهرت لدرجة الدقة المخيفة يعني تلوقتي كنت بتتكلم من غير محرق ورغم من ناقصة حقيقية واي حد ممكن يقراها اللي حصل ساعة الحادثة نفسها ساعة الاستضامة انفصال الطيارة في ناس وقعوا وفي ناس فضلوا في الديل وفي ناس فضلوا في البدي المتبقي وفعلا من تقرير الحادثة الحقيقية بيقولوا أكبر عدد من الوفيات حصل بسبب الفرمالة الشديدة جدا لما الجزء المتبقي من الطيارة وقف فالكراسي فكت من بعضها فدي كرشت بعض وده من أصعب المشاهد اللي موجودة في الفيلم بكل تأكيد بيقولك دي كرسة رئيسية دي اللي تسببت في أكبر عدد من الوفيات وقت التحطم بطاعة طائرة وهم احترموا ده جدا عدد ناس اللي وقعت من الطيارة لما حصل الانفصال هو عدد دقيق فلان الفلاني وفلان الفلاني وفلان الفلاني وجابوهم بأساميهم جوى الفيلم وهادي من جوانب القوية في الفيلم انه أنسنا الشخصيات كلها حتى لدوره ثانوي انه أدالوا اسم ومن الأشياء القوية اللي كانت في الفيلم انه أدانا أول خمسة دقائق أو عشر دقائق والعشر دقائق دي قاعد يستغل لهم طول الفيلم وراك هم يلعبوا كورة وراك هم أهلهم بيودعوهم في المطار وراك واحد بيقولوله انت شاطر انت قوي انت تقدر تجري انت مدري ايه انت مدري ايه وكل دي الأمور تم استدعاءها في أوقات قوية جدا أثناء الفيلم انه والله نبغى واحد يروح لمسافات طويلة ها يذكرنا احنا ببداية يشوفنا واحد معروف انه هو دايما عنده قوة بدنية عالية لما الشخصية تبقى تموت يوروك لحظة أهله وهما بيقولوله مع السلامة فتفتكر كيف أهله الآن ما حتجيهم فرصة انه يشوفه ولا الدحين انه هو ميت والعلاقة معقدة يا جماعة الركاب بتوعي الطائرة دول ما كانوش اللعيبة بس دول اللعيبة وشوية من قريبهم وشوية من صحابهم يعني فيه ناس منهم كانوا جايبين صحابهم معهم عشان يفسحوهم والفيلم كمان مرة وإحنا بنضراماتيز وإحنا بنعمل دراما أنا ممكن أبسط العلاقات دي أخليهم كلهم لعيبة وخلاص وفلان كان دكتور هو معملش كده هو جابهم بعلاقتهم الحقيقة طيب الكلام دوت علشان أحكيه من منظور لأنه لازم يكون فيه منظور الأحباد بتاعتنا لازم أمسك سفير أنا مش عايز أحرق دي أنا مش عايز أحرق دي لأنها في تقدير الشخص هي أكثر عوامل الألعاب قرية اللي في الفيلم اختار مين علشان يكون السفير بتاعنا والراجل ده موقعه من القصة كلها عامل إزاي ده موضوع لازم تكتشفوا لوحدكم ما يفعش حد يحرقه جميل الحاجة اللي ما مبسطتش منها هو إن أنا حسيت إن إحنا في مع اقتراب خط النهاية كان فيه شوية تكاسل يعني وحسيت وأنا بتفرج على الفيلم وحسيته أكتر بعد كده وأنا بقرأ عن القصة الحقيقة لأن الفصل الأخير في الرحلة المهلكة اللي هم مروا بيها ديت فيه تفاصيل أكتر من كده بكتير أنا حسيت وأنا بتفرج إنها اتقلبت بسرعة ولما قريت اتشفت فاعلا إنها اتتقلبت بسرعة الفيلم مو جسير فيلم تقريبا حدوث ساعتين لكن الفيلم مركز في وقت زمني كثير عشان يوري لك المعاناة ونجح وهذا لخلانا متأثرين بالمعاناة يا جماعة ما قد تتكمل الفيلم ترى مو عشان نوم ما قد تتكمل الفيلم أنا بطني تعبتني كنت رأينا تفرج كده بقول الفيلم مسهل للمشاهد كما يقول الأجانب نطفر دفين توف هارت ليس لأصحاب كل رضا مشكلتي أنا أتفق معاك من اليوم فيلمية في جانب أساسي عملية النجاة بانت كأنه طول عمره الموضوع ده سهل الكلمة دي يوم يسوه باني أنه لو من أول الاثنين راحوا ووصلوا كانوا وصلوا ما ورون الصعوبات زيادة بطريقة ما ورون أن الاثنين دول وصلوا بطلوع الروح أصلا من غير برضو محرأ في التفاصيل بتاعت الشخصيات الحقيقية آخر ليلة لوحدة من الشخصيات اللي أنت تقصدهم دي هو وصفها مروا عليها زي ما تكون موضوعها دي لأ مروا على 10 أيام كأنه حمز جاي جاي فدي كانت محتاجة تفاصيلها أكتر من كده كانت محتاجة يتخلق لها توازن أكتر من كده لكن غير كده النقطة اللي مهرأ لها وهي المورال الحقيقي هي دفع البقاء دفع البقاء على قيد الحياة الاستسلام للموت اختيار ممكن تلجأ له في حل شكل وعمل إزاي واستكشاف جانب من الروح الإنسانية مش كتير من الأفلام المشابهة بتختاروا أو بتبينوا لأن عادة في الحاجات اللي الزي دي اللي بيخدوا قرارات غلط لا يحد تنرفز عليه يورون كل الناس فهم أنها في نفس المركبة مفيش مجال أننا نععد أتخنق معك دلوقتي مش وقته ومن أجمل المشاهد يا جماعة دوب أنا شايفينهم في أسوأ الحالات دوب أنا شايفين عاصفة الجية كانت قوية بيمروا فيهم دوب عشان بيبكوا من الجوع أو أنهم أخذوا بعض القرارات عشان يأكلوا نفسهم حتشوفوهم في فيلم كيف وتاني يوم بعد معادة العاصفة يوري لك أن الإنسان برضو من غريزة النجاة أنه إنسان اجتماعي وهم جالسين داخل الطائر عادين يضحكوا أنا أقدر أشوف ده أنا أقدر أشوف أنه إحنا في عز المشاكل ممكن نضحك مع فارق التشبيه كنت في أحد العزم يعني الوفيات اللي صارت عندنا في العيلة وبعد ما جاءوا الناس وكله بكينا كلنا كان أحد عزيز علينا وقاعدين نبكي بس بعد ما خلصنا وطلعنا وفوقنا نجلسين الكلام أخذنا وقاعدنا نضحك مو عشان إحنا نقلل من الميت ولا إحنا ما فينا بس الإنسان قدرته على المواكبة وقدرته على التكيف مع الأحداث عالية جدا تبان في دي المواقف حلوة للمحة موران أنه طول وقت هم عايشين ميتين وأنه بالقوة لا وصلوا لحالة اجتماعية صاروا حتى يحاولوا يغسلوا عسنانهم بطريقة معينة ينظفوا نفسهم بطريقة معينة نقمل المشاهد فهتشوف أنه قدرة الإنسان على النجاة عالية فهذا لو أفغى من أحد أنه يخلص الفيلم داوية وعد بينه وبين نفسه يستشعر النعمة اللي هو فيها هذا أول شيء الشيء الثاني يفتكر أنه صح أنه هذا قصة شايفينا من فيلم وممكن يكون درامية نحن نشوف أخواتنا الآن في فلسطين أو في غزة بيمروا بحالات أسوأ من كده وبيمروا في أشياء أقوم من كده بس أنه يستشعر النعمة اللي هو عايش فيها وكيف أنه يقدروا النعمة هذه وكيف أنه يقدر يستفيد من كل يوم ومن كل حالة الصحة والمكان والضرط ممكن تغير في لحظة الطيارة كانت طالعة في لحظة راحت فيش ممكنها تصير فهذه الأفلام أحبها ليه تخلي الواحد فعلا ياخد نظر على نفسه وحياته ودنيته وهذه جمالية الأفلام صراحة اللي تخلي الواحد يوصل للمقطة دي قرشيح مضمون مع تحذير زي ما اتفقنا اللي قلبه ضعيف يعني كان فيه مسرحية زمان لسعيد صالح يقول لك اللي بيخاف بيطلع بره لا فين يكي بيخاف يروح في حالة كده ده بيخاف بيروح ده يردك بدا هتف ملعب اه والله إيه اللي يخاف يروح و اه نرجع للمصري ونتكلم على فيلم انت لما حتله سريعا وانا لما حتله سريعا وهو فيلم الحريفة ده بقى احنا ما عندناش اي اعدانة وماهر دايما طول ما احنا عدين عمليين نتكلم على افلام فبشكل أو باخر عندنا تلمحات لمين رأيه و ايه ده انا وهو من عرفش اي حاجة انا دوب جاي منه حرفيا انا جاي من هناك على هنا على طب السينما شفناه عشان هنتكلم عليها في الناقط فكن ضروري ان نتفرج على الفيلم في السينما الفيلم ليس لي انا كديموغرافي ولن يعمل مع الكثير من فيهم في عمري التجربة كانت حسنة كويسة بس انا طول ما انا بتفرج و اقول انا لو كنت في عمر اصغر في تجربة عمرية اصغر هاقدر الفيلم بشكل اكبر في نوعين في نوعين في نوعين حيكرنجو في لحظات كده هتخلي عنده كرنج كده شوية لانه ممكن بزيادة شغل مراهقين وشغل الامريكاني حق الامريكان سكول ومدري ايه وده بالذاتة ما نروح لإيجب لما رح لمصر يعني لما نشوفنا إيجبت والتجمل اهل بيكلم لغة قبل ما نروح لمصر يعني بس من جانب تاني انا مرة مرة اقدر لما نستغل قوالب مو دائما بنشوفها عندنا في السلمة قائل قصة كفاح مراهقين بسيطين يحبوا الكورة القوالب دي جميلة بس الفيلم ككل من تمثيل من بطولة من قصة من أثر ما قدرت توصلي انه أنا من يوقف فئة المستهدفة وأتوقع انه لو قدروا انهم يمركدوا الفيلم يسوقوا الفيلم بفئة مستهدفة اكبر الفيلم داحة حيلاقي ترحيب كويس حيكون فيه كلام عليه حيكون فيه كمان ممكن الناس تتريع عليه في حاجات معينة بس هيعمل جلبة أنا من الفئة العمرية لغلط انها تحضر الفيلم وأقدر أقول اني قعد طول الفيلم كده قعد أوكي يعني لطيف أوكي كويس شايف كل شي حيصير متوقع كل حاجة حتصير ما في ولا حدث فاجأني ما في ولا حدث أغيرني لكن في الأحلام اللي أنا أكون فيها في الشيء ده أحاول أشوف قدام مستقبلا هل هيطلع من عندنا ممثل شاطر هل هيطلع عندنا كاميرا تمخرج كويس اختيار أغاني كويس مدرئة في بعض الأشياء اللي عجبت لي الولد مش البطل الولد اللي هو الشحتاوي ده الشفتاوي ششتاوي ششتاوي أنا حبيت الشاشتاوي اسمه غزي مش لكل إسمك معه بالضبط أنا حبيت الششتاوي ششتاوي لا راح زي حتة حتة بزيادة رايح ولد حارة وزي كده ولا رايح الولد اللي أصعب دور يقدمه هو دور ماجد دور ماجد أصعب الأدوار اللي لازم يلعب بين الاثنين اللي بيحاول يلعب إلبس توب غير توبه كيف ينا تروح أكتر مشاهد الكرنج إذا في ناس حتكرنج حتكون من ماجد بيرع مشاهدي بدأت مع حبيبته وكلام ده كله بس الششتاوي لأ كان دور بدأت لحظة الانفعال اللي صارت بينهم في المشهد الأخير كانت جميلة من الطرفين مش ششتاوي فأس فيها بكل حاجة الاختيارات الموسيقية كانت كويسة حماسية شبابية بتدخل الدور كان فيها أداء جريء في الأغنية الفرنسية حقا بس كانت حلوة برضو كان دورها كان جيد حبيتها كان اختيار جيد عيبي على الفيلم إخراجيا من ناحية أنا عيني تعبت تعبت من طريقة تلقل الكاميرا ويراحت هو بيحاول ما ينقل المباريات بشكل واضح عشان ما يبين لأن اللعيبة أصلاً ما هم لعيبة محترفين واللعبة ما هي قوية فبينقل بسرعة 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 فالنقلات دي مع النقلات على المشجعين مع الموسيقى المدرمية أنا تعبت بالذات أن أعملها ومرتين وربعض أو ثلاثة مرات وربعض أنا تعب فعلاً فعلاً سر يعني نادراً ما أتعب في عيني العين تعبت كانت غير موفق النقلات هذه والاختيار النقلات التصويرية هذه ما كانت موفقة وأنا أشوف كممكن تطلع الكورة أحلى كممكن يسوي كورة أحلى من اللي هو قدمها بالعكس راح بجوانب كورة زي اللي كن نشوف عادل إمام في مرقان أحمد نورقان عارف اللي كورة عند الباب وحطها طيب لأ أنا بشوف اللعبة الحلوة وريني باصة حلو وريني مدرئة أنا ما شفت أنه وصل لدي المرحلة ليش أختار أحمد ميدو يطلع ما نشايف إنه كان ممكن يطلع بأي أحد ثاني يعني ميدو ما أضاف للفيلم أبداً يمكن بس في الخطاب حقه لما قال إنه إذا ما بتاخد جد حسيته بيكلم نفس إنه ما كان أخد الكارير حقه للمهنة حقه تفجد حلو برافو بس ده أحطه في اليوتيوب أطلع في بودكاست تتكلم فيه ما تطلع له في الفيلم أنا كان كان ممكن يديني أداء أفضل من كده بمراحل كل ما يتعلق بالقصة متوقع معروف يا ما شفناه في أعمال أجنبية كثير بس هذا لا يمنع إنه شفناه في أعمال أجنبية ما نقدم إحنا هذا نفس النوع مرتاني الأجنبية نفسها رغم تشابهها لما بيبقوا حلوين بنولايب كلهم حلوين بالضبط بالضبط فأنا هذا يعني هذه الفكرة يعني الفيلم استمتعت في جوانب كتير بس أنا كنت متوقع وشايف كل حاجة تصير ضركت في بعض القنوات الإخراجية تمثلياً لودي الإسم الششتاوي إذا كمل تمثيل ممكن يطلع منه حاجة حلوة الوادي الإسمه ما جداه حاول أكتر واحد ما قدرتني أخش معاه لأنه دائماً طريقة البطل مو هي فكركش بحد ماجد ده يا أخي شبه مثل كبير في السنة أيوة مين مثل معروف مسلسلات بالذات كمان ماجد اللي قايم بيه هو نور النبوي ابن خالد النبوي آه لا ما شوفت خالد النبوي هو دا لنت توصل أنا قلت بوصل لك المعلومة بسرعة بدا المفروضة عليك هو ولد خالد النبوي يس وأسلوبه فيه كتير منه برده بله أنا ما شوفت آه طيب كراسدين بعيدا عن كل نقاط أو مراجعين أو الكلام ده كله الفيلم ده ظاهرة غريبة شوية على المستوى التجاري أيوة لأنه مقصر الدنيا في مصر والله ومش عامل كويس عندكم ما أبدا أي نوفرة فاكتور ومش عامل كويس عارف لي يعني مش قصدي أنه مش عامل كويس عندكم يعني بيفشل عندكم قصدي نجاحه عندكم لا يتنسب إطلاقا معنا جاعه في مصر عارف ليه أولا من فيلم كوميدي 100% تمام هادي إحنا عندنا الكوميدي أولا عشان نستفهم الأفلام اللي بتمشي في السعودية الأفلام المصرية الكوميدي عشان كده واحد زي بيومي فئات عنده 6 أفلام مثلا في شهر يعني عادي عادي تشوف بيومي فئات 6 أفلام ويروحوله عرغم أننا حبيت بيومي فئاته فيلم دا يعني دوره صغير بس يعني والله all things aside all things aside and I mean I don't believe you والله العزيب I don't believe you يا أخي أحلف وتقول لي I don't believe you يا أخي أقول له الملد كان دوره عالي عامي أصل دور المعلق بتاع المنشط اللي من take the comedy دا احنا شفنا فيها زمن جورش سدهم وشفنا فيها بعد كده متحد شلبي شفنا فيها محمود عزب شفتنا فيها ناس كتير عملوا فيها حاجات حلوة لا بيومي عملها وحش أب أنا أمكانش أنا حب أضحك مع بيومي يا فاير نخليه على جنب عشان دخلنا دا الموضوع ما أحنا أخرج منه بس أنا أقول لك ليش في السعودية ما نمشي شيء الثاني هو بيلمس جوانب كتير من ثقافة المصرية أنت داخل الفيلم بتشوف إيجبت وبتشوف مصر يعني من جد والله بتكلم يعني مامل التريق وهذا الشيء هل عندنا برضو في السعودية بنقول ده منظور مهمة ما فكرتش فيها على كتير يعني غير كده أنا بنفسي أعرف مشي مع مين متأكد فئة العمرين أنا جنب بيها طبعا طبعا وهالي اللي هيمشي حوجن ونفسي أعرف نفسي أشوف مين راحت فرج حوجن هتلاقي إلي ميش أنت الحفلة اللي كنت بتتفرج فيها ما كانش فيها شباب صغيرين ما فيها لغيري أنا حلاوتك أنا السنما كله أنا لوحيت في السنما وانت داخل في ويك أمز الصباح بس أنا دخلت الصبح في ويك داي أوكي والسنما كانت مليانة شباب أوو وكانوا بيغيصوا على كل جول وعلى كل ترئيصة وعلى كل لقطة وعلى كل خرمه وعلى كل بتاعه تقدر تسأل ولدك العارف لا أنا لازم أنتصر لدي إيه اسمح لي أنتصر لدي تفضل يا جماعة في حاجة أنا يعني مذنب فيها أني دائما أطالب بالواقعية مثلا في الأفلام تمام وكنا دائما نقول من سبل الواقعية أنه تنقل الواقع زي ما هو حتى لو كان الواقع خادش للحياة بالذات لو تبتدي عمق لقصة معينة لازم تورينها فيلم دا أداني درس وراني أنه ممكن تبينه من غير ما تكون خادش للحياة 100% وراني شلة عالصية جايين من أماكن جدا صعبة في الحواري المصرية الحواري المصرية من غير ما يخلي لسانهم سيء من غير ما يدخلوا اشتيمة في كل كلمة من غير ما يبينهم أنهم أسوأ خلق الله من غير ما يبينهم أنهم يعني عارف فاهم عليا يعني ولازم يشتم في كل كلمة وأنه إحنا عارفين فيه كلمات صعبة ما يتنقال بين شباب بس حسيت يعني عندنا على جل من عندنا من جدة الشباب دول اللي عايشين في الحارة نسميهم والخدمة يعني أسلوب الكلام اللي يا صاحبي يا صاح اللي سمحتوها دي فهمت أنت بتوصلي إيه وصلي من غير ما تروح كمان بزيادة وأنك تسب وأنك تعمل وصلت لي فأنا هادي أحييهم في النقطة حالي أشتريت فيه في الجون أنا هقول لك الفيلم ده في تقدير الشخصي أولا فكرة يعني استقبال الثقافات للفيلم ممكن يكون عامل مهم إحنا عندنا مفهوم قوي الولد اللي جاي من مدارس انترناشن اللي معرفش مالها كلام زي دوت لما يروح لمدارس فكرة مدرسة اللي كان فيها دي ما كانش مدرسة وحش دي مش مدرسة حكومية يبدو بس أنها مدرسة خاصة أبسط شوية بمصاريف أقل شوية بالحاجات اللي زي دي عشان كده وأعتقد أن ده كم مخرج كويس لفكرة أنا مش لازم أجيبهم بيضربوا مخدرات ولا بيعملوا جرائم هم عايشين عايشة بسيطة بس هم ناس كويسين وهم هم مجرمين هم مشاغبين فيه فرق بإن يكون مشاغب في المدرسة وبإن يكون مجرم وبيلقى كورة وبيكسب فلوس وهنا وفي النقطة دي بعيدا عن أن الفيلم فيلم كورة وعلى فكرة هو على مستوى تصوير مشاهد الكورة أنا موافق مع ماير تماما فيه أحسن من كده بس فيه أسوأ من كده بكتير قوي يعني هو يعتبر خطوة للأمام في تصورنا لمشاهد الكورة فيه مشاهد كورة حلوة فيه جمع اللي انت بتفهمها وبيتم استدعاءها مرة ومرتين وتلاتة فيه مواقف دفاعية فيه مواقف هجومية فيه الكلام ده كله فهو فيلم كورة مليان مشاهد كورة هتدخل دماغ الشباب مية فيلمية بالإضافة لأنه هو فيلم طبعا خط مهم جدا فيه مش مجرد شعرة ده خط تخيني يعني كويس خط كوميدي احنا عندنا كنين كوميك ريليف جوه الفيلم اللي هم عبد الرحمن محمد وكوسبرة اللي هو حتة والحارس الحارس اه وحتة بالزبط اللي هو الحارس اللي في الآخر خالص مش الحارس اللي من الأول اه اوكي اللي هو اللي كان بيجيب له الكشري المخوم والحاجات ده ففيه عندنا كوميك ريليف وبيصدر ده الولد معروف ده عبد الرحمنز ستندب كوميدي انا كان عندي انا قلت له في وش وانا قلت له انت اللي كنت محتاجه انك قابل فيه تديني الإفيه من غير ما تقوله ويمكن تكون مش غلطته ممكن تكون غلطة في الاخراج انا قلت له الكوميدي في الفيلم ده هو صغير فعلا في السنة هو صغير اوي انا شاب صغير الكوميدي اللي في الفيلم دايما فيها بيت اسرع من اللازم او بيت قطأ من اللازم دايما كنت باستنت فيها وعلى فكرة ده موضوع شغلني وبفكر اشتغل عليها علشان اوضح ان عادل امام في مصر بالتحديد وفي العالم العربي بعد كده هو تعريف الكوميديا مش مجرد ان هو افضل كوميديان او ما عرفش مين هو ارتقى لدرجة تعريف الكوميديا يعني لو بيعملوا عادل امام يبقى كوميديا لو ما بيعملوش عادل امام هو مش كوميديا والموضوع ده ممكن نعكسه على دي ان عادل امام لما كان بيحط نفسه في فكرة تفاوت المستوى هو الرجل الفقير داخل المجتمع الغني واللي بيبتدوا يقولوله كلامه هو مش فاهمه زي ما كان بيحصل مع عبد الرحمن في الاول لما جاله الولد ده وبيقوله كلامه هو مش فاهمه بمجرد لما الشخص ده كان بيقول الكلمة اللي انت عارف ان عادل امام حيعمل عليها حاجة والكما تتروح على عادل امام احنا تحكنا ده حكنا قبل ما نعرفه وحيعمل ايه يعني انت مخك بسرعة بمعرفتك لعادل امام ادالك الخيار الف حيقول كذا الخيار بيه حيقول كذا ومن قبل ما اخدوا ولا اختيار منهم انا اتحكت للمجرد ان عادل امام عمل الحاجة بالمشهور بتاعه او ادالبصة الفلانية او الحاجات بتاعته اللي بقت بالنسبة لنا تعريف الكوميديا عبد الرحمن كان مفتقد دي وكوزبارة كزالك كان مفتقد دي اوه سبحان الله حتة ده اسمه كوزبارة اه انت متخيلة يعني انت ما كنت تسميه كوزبارة والفيلم خلاص بس كوزبارة اسمه الحاجيجي يعني اسمه اللي مشهور بيه معدقة تشترك انه اسمه الحاجيجي اه اه حتة كوزبارة كانت تطلع كده حتة كوزبارة ديري اه حتة ديري بوعيه دي الخطوط اللي الفيلم متبع عليها وكسبان الشباب بتاعته ايه اللي بيخليني اقول على الفيلم حلو وممكن يعني أحب أصفه بصفات ذكاء بتعدي بعض الحدود داية كمان أو بترتقي بفوق الحدود داية كمان إن الفيلم ده حط الكرة اللي هي ممثل الموهبة ممثل الهواية ممثل النشاط الرياضي كطوق إنقاذ لفئة بالكملة إن الشباب دول اللي ممكن كانوا مجرمين زي ما أنت قلت كان ممكن يبقوا أبلطجية كان ممكن يبقوا لسانهم زفر ممكن يكتسبوا عدد سيئة والكلام ده كله ولكن كونهم بيحبوا الكرة فالكرة توق إنقاذ وده حقيقي الكرة توق إنقاذ لمجتمعات الرياضة توق إنقاذ لمجتمعات الهواية توق إنقاذ لمجتمعات أنا جماعني حوار مع مؤلف الفيلم اسمه ياد صالح صديقي برضو وكان بيقول لي على فكرة الششتاوي وحتة دول دول صحابي في المدرسة هو أصلا كان من مدرسة كان فيها ششتاوي وكان فيها حتة وبيقول ششتاوي حتة دول لما كبروا بقوا من ناس كويسين وشغلوا وظائف ودخلوا جماعات المشاغب ليس مجرم يا جماعة المشاغب شيء والمجرم شيء طالما طالما لا لا مع أصل المشاغب اللي مطروك لشغبه وهو أخذ الاستجمة السلبية زي ما بيقولوا بالأجنبي هيو البيئة يعني حيؤكد النبوء بتاعته وإنت حطتني في مجال إن أنا عربجي حبق عربجي إنت حطتني في مجال إن أنا حبق بالتاجي حبق بالتاجي لكن لما تحطني إن ظروفي جبرانيا الحاجة مش كويسة بس تديني ملعب كرة بس تديني حمام سباحة بس تديني ملعب تنس تديني عمود كرة سرعة وعلى فاكرة الحاجات ديت موجودة وهو الفيلم أنا لفت أتنظر الحاجات ديت إنه زي ما يكون بسرعة وهو بيعدي في المدرسة الأولانية أو في النادي كان فيه كرة سرعة كان فيه بسكت كان فيه معرفش مين وهو بيقولك أنا مش جاية أتكلم على الكرة بس أنا جاي يتكلم على أي حاجة في الدنيا ممكن تبقاتوه إنقاذ لجيل بالكامل لشباب بالكامل بالإضافة المفهوم الأخوة إنهما اللحمة داية شلة الأصدقاء داية لما استوعبوا الولد الجديد جواهم وخلوا واحد منهم بس أنا الستيريو تايب هذا هو مشي طب هو استيريو تايب بكل تأكيد بس إحنا مفتقدين وإحنا مفتقدين وهذا اللي يتفج معك إحنا لو عندنا مجموعة تفلامج ولي رجعنا ورا بس إحنا ما عندنا الفئة دي كله فجراف واحد بدأ عليها كل داينو بس كل شي في الفيلم ستيريو تايب كل شي في الفيلم متوقع يعني بالذات لواحد في عمري شاف أفلام كثير وعاش الحياة مع الوضع في الاعتبار أن أي فيلم ممثل أجنبي برضه متوقع أي نفس القريقة أنا بلوم على الفيلم في حاجة بعيدا عن التوقيتات الكوميديا دا تحفظ عندي التحوار بكل تأكيد في بعض الأحيان بيقل بدرجة الكرنج بشكل وارح وعلى فكرة يعني مسودة الحوار اللي تعمل منها الفيلم دا أتصور أن أي فيلم في الدنيا أي فيلم عبقري في الدنيا مر بيها بس ما صورهاش يعني عادة خد ترمع خنس وشوش بعدها حد تاني يبولش حد تلتي يبولش حد رابع يبولش تصبه فأنا حس أنه هو نص سوا شوية الحوار بتاع الفيلم النقطة التانية أنه هو مداش ختم سلبي على فكرة أنه ممكن أنه بيلعبوا على فلوس هو حاول لما نجاعد يبرر يدافع عنها قاله إحنا ما بنروحينش إحنا نتعبنا في الفلوس دي مع أنه هي معروفة أنه ريهان والريهان حرام وأنا جاي من هذا العالم أنا من السيدة زينة بحقي شعبي إحنا لعبنا على فلوس أنا لعبت على فلوس في حياتي كتير جدا لا أتذكر أن فيه مطش منهم كمل إلا مرة أو مرتين الباقيين كلهم فيه طرف قرب أنه هو يتغلب بتقلب خناه وتقلب خناه وحشة بتطلع السلاحهم يقضوا بيطلع حاجات زي كده وكلام زي ده حاجين نلعب كورة يا جماعة فكان محتاج الفيلم بس عشان يكمل البصلة الأخلاقية بتاعته أنه هو يوضح لا بس لعب على فلوس ده غلط يا جماعة فيه بطولة فيه حاجات زي كده ممكن تشترك فيها ممكن تكتهد فيها ده موضوع تاني وفيلم على قولهم لايت هارتد اللي هو ايوة فاحنا النوعية دي من الفلاو نبغى ننتج منها بس مرة ثانية أنا متأكد استقبال الفيلم ده لفئة العمرية حيختلف وهو معمول لفئة وانا نفسي نبدأ يكون عندنا الجنرات دي ونبدأ نحدث زي ما في أمريكا معروف خاص فيه فئة عمرية معروف فيلم ده الرايح لفين هنا برضو إنه يطلع وينغال وعلى فكرة الكبار اللي كانوا في السينما وأنا منهم أنا ما استقلع وتأثرنا فيه مشاكل كتير مؤثرة وضعت الخطب الكرنجية المحفوظة اللي حوارها مش أعظم حاجة في الدنيا بس والله لاندن جانب رومانسي ما مش معايا لا مش رومانسي الجانب الملهم اي الرومانسي ما مش معايا لا رومانسي مش جايد مرة ما جاب معايا هو معاك في إن الأداء التكسي دي الملفت غزي وعلى الجانب الكوميديي أنا حبيت عبد الرحمن بس عبد الرحمن شهاتي فيه مجروحة لأنه عبد الرحمن ده زي بني ماش تبقى ميدو لا جايب ميدو لاي ولي سمعته برضو إن كان فيه أحد مسودات الفيلم أو أحد مشاهد الفيلم المفروض إن يميدو بيقف قدام نفسه في المراية بالمفهوم اللي أنت لأطلق بشكل أوضح لو أنا كان عندي عارف لو إنه جابوه إنه ميدو في الأخير صار مدرس في المدرسة إنه ميدو نفسه لو جبل على نفسه والله كانت تطلق أحلى لابس يعني فكرة الإحالة بتاعت إنه هو بيتكلم كشخصية وبيكلم كميدو في نفس الوقت كانت حتبقى حلو صحيح بس أنتعرف أزمن الأفلام واللي بتعمله في الحاجات طيب يتيق لي كده أجندتنا السينمائية حلوة متوازنة فيها عربي فيها أجنبي فيها قديم شوية فيها جديد شوية وزي ما قفقنا كده الحصاب بتاعنا يحافظ دايما على النمط إن إحنا نملى أجندة محترمة وبعدين نصور بلاش حدود الزمن تجبرنا على حاجة تطلع حلقة مش كويسة وبلاش برضو ننسى نفسنا فيها فنتأخر أكتر من اللازم بس من الأحداث المهمة اللي بتغطيها هذه الحلقة ويعلم عقبالما هذا الموسم يكتمل حيكون في حلقة تانية ولا لأ موسم الجوائز واللي أهم بشائره الجولدين جلوبز واللي أنت كنت بتقول إنك مبسطت بيها قوي السنة مان أنا مبسطت أنا ما تتوقع إيه بقى اللي بسطت يعني أول حاجة أنا فصلت على السوشال ميديا كلها عشان ما أعرف أي أخبار لأنه عرفت إنه شاهد حتنقول هذه أول مرة تصير عندنا إنه لايف كان فيه عرض لايف وبعدين عرض تسجيلي وموجود على شاهد أنا صراحة شكراً أخيراً صار عندنا قنوات نقل رسمية أقدر أتفرج منها فعرفت إن الشي ده حيصير فصلت ما دخلت سوشال ميديا رجعت من الدوام على ما دخلت على مرة وقت على مددية ساعة سبعة شغلت الحافلة أنا ما عرف إش حيصير والله إلي ما اتفرجت إن كان من المسلسلات إن كان من الأفلام إن كان من الفئات والجوائز اللي صارت عندي أول تحفظات وحنجيها بعد شوية بس هذي أفضل حفل جوائز يمكن من 2015-2017 حفل الجوائز بشكل عام بشكل عام بشكل عام بشكل عام ووو لأنه فترة طويلة حفل الجوائز ده عبارة عن محاباة أو عبارة عن انتصار لأجندات معينة أو سنوبس ما هي موجودة ما لها أي تفسير معقول أو ضعف الأعمال اللي مرشحة أساساً أوكي السنة دي ما نقول إنه هي أقوى سنة في الأعمال المرشحة بس في أعمال واضحة القوة فيها ومسل في أي عدم إنصاف لعمل معين وأنا بالنسباني واحد من أهم الأعمال للكتب وشوفها تنتصف هو أوبنهايمر أخذها كمخرج؟ طبعاً ويستاهل وأهم تكريم ويا رب الأوسكار كمان يلحق أخذها كيليام مورفي طبعاً يستاهل وأهم تكريم ويا ربك الأوسكار كمان يجيبها أخذ روبرداني جونيور طبعاً معا كأنه كان عنده منافسين كويسين لا لا هو بس هو هو مسيطر 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 يعني والموسيقى أنا مرة أحبات الموسيقى أنا مرة أحبات الموسيقى طب الصدمة مترجع تاني لموضوع الموسيقى ده ماشي أنت ما سمعتها يا عم سمعتها يا عم جوة حلوة جوة الفيلم يا عم احنا هنقعد كل شوية نقول نفسك كلمتين انت هتسمعها لي ولا هتعمل ايه؟ والله يا محمود أنا أشك في دائقاتك الموسيقى يا عم مش طيب ها كمل طيب المهم خلاص روه هتكلم انت لا هتتقمص في ايه؟ لا حلوة الموسيقى أنا هتتسمع عن نقل بيه المهم فمن هذه ناحية المسلسلات يا مان انه يخلص السنة يخلص الموسم يخلص الموسم الرابع وياخد افضل تكريم في عدد الجوائز اللي يطلع فيها برضو كان شي جيد عرغم انه الامي كمان جاء بعدها ويعطاله تكريم مسلسل دبير اه يكمل التكريم النقدي الجيد فيلم زي The Holdovers ياخد التكريم بول جياماتي مشكلة الاساسية في الـ Golden Globe وهذه لا تقتصر على هذا الحفل بل كل الحفلات انه عندهم فئة وعندهم فئة دراما امنا بالله الفئتين دي مثلا ما موجودة في الأوسكار طبعا بس اختيارهم لنوعية الأفلام التي تتمثل في هذه الجزئين في نوع من السخرية اللي انا بغير اعرف يعني هو ايه يعني يعني بسيطة جدا انه بست موشن بيكتر ميوزيكل أو الكوميدي كان مرشح لي ميد ديسمبر كيف؟ لا موسيقى ولا كوميدي فيلم دراما دراما بحت يحط فيه ميوزيكل يعني هذا المشكلة وهذا الشيء للأوسكار هيقع في اختبار لانه هولدوفرز هيدخل قدام هيطر يختار بقى هيختار ما بين بول جياماتي وما بين كيليان مورفي انا بول جياماتي من الناس اللي احبهم جدا ادواره الكوميديه والدراميه جدا رائعة فراشترعوا على مسلسل اسمه بليينز من اجمل المسلسلات اداؤه في كان ويزا من حاجة اسمه صايد ويز يا جماعة ده فيلم من اعظم ما يمكن وهو اداؤه في عبقري فهو من المتريل المظلومين اللي هذا الفيلم كده عشان يرجع للناس وقل لهم انه انا موجود وانه ياخد حقه ابغى ياخده بس بارتو انا كيليان مورفي دي سنته كيليان مورفي يعني اللي عمله فيلم أوبنهايمر فانا وصلت للمشاهدة الرابعة الان في أوبنهايمر انا اشتريت الفيلم ده حاني ما اعزه على هيتونز اللي عمله مطبيحي يا جماعة فاللي عمله تمثيل اداء خرافي اخر اداء شفته بهذه القوة كان خواكين فينيكس في 2019 واخر اداء قوي لفيلم من دحين وكان الجوكر في 2019 فانا شايف مرايا تاني فانا تين كيليان مورفي انا بالنرين انا ما شفتش ده هولدوفرز انا بحب بولجيا ماتي على فاكرة بولجيا ماتي دوت مثالي انطبق عليه حاجة مهمة اوي قولناها في بداية الحلقة دي لان بولجيا ماتي بعد ما عمل سايدويز وعمل سندريلا مان وترشح للأوسكار عن سندريلا مان وترشح للأوسكار عن سايدويز كان راكب الويف بتاعت الانتصار رغم انه من الناس اللي عانت كتير جدا عشان تفرض نفسها عشان تفرض نفسها كان بيعمل افلام بيطلع مشهد يطلع بتاع دايما الشخصية اللي في الخلفية لما خد فرصته وكانت المفروض ان البريكثرو بتاعته حتكون قانية شخصية يا فاندم وهو طلع فعلا الراينو في في مشهد عبيد في بداية الفيلم ومشهد عبيد في نهاية الفيلم والحقيقة ان دا راينو كان هيدني عليه حاجات اكتر من كده بكتير وكان من المفترض انه هو يكون فيلن محترم جدا جوا دي اميزن سبايدر مان بس اولا خط القصة بتاعته من الجزء التاني تم معسحه بالكامل وبعد كده الرحلة ما كاملتش وده كانت لطمة تلقاها المستقبل بول جاماتي انه يعاني رجع بنا من اول وجديد شوف كم سنة من ساعة دي اميزن سبايدر مان عشان يرجع السناجي اخيرا اتفرج بيليونز هيعرفوا كلامي انا هادي ترشيح لمسلسل بيليونز مسلسل من اجمل للمسلسلات عندي مشكلة مع الموسم الخامس او السادس بس راجع بموسم اخير الان لسه ما شفته بس مسلسل يبينلك لاي درجة بول جاماتي يمثل مرة رائع فده راجل بينحط في الصخر على الجنب الاخر كيليان ميرفي برضو بينحط اشيرين يسرها بشي ده بينحط مودة فيه ناس كتير عملة تتكلم عليها لانه ممثل شاب كيليان ميرفي دخل على خمسين سنة بزابط ده راجل بيمثل من فجرة تاريخ راجل الاخر يعني ما هواش جديد دورو في توينتي وان توينتي ايه دايز ليتر كان من اجمل الادوار ادواره كلها مع كريستيان بيه مع كريستوفر نولا كانت حلوة دورو في هوا أكوايت بلايس جزء التاني اكوايت بلايس جزء التاني عامل دور من هو عمال ممكن يسر متل محترف انا دايما في الأوسكار لما كنا بين نارين لحب الممثل بعيدة عن الندور يعني ما شفتش دهولدوفرس فمش قادر اتقارب بتروح للي طب هذه اصلتاني ممكن يكسبها بعدين ما تدوها الدا دلوقتي انا الحقيقة مش قادر اقرر مين فيهم الاحق دلوقتي انا مضمنش ان بولد جيماتي يكون عنده فرصة تانية في المستقبل ومضمنش دور زي ده ويجي على مخرج زي كريستوفر نولن انه كريستوفر نولن على مدى عشرين سنة كان بيحطه في ادوار جانبية جاب ليرارد ديكابريو عليه جاب توم هاردي عليه جاب كريستيان بيل عليه ليه ما وصل انه هو اللي يكون الواجهة ولا يعني كريستوفر نولن عنده اسماك كبيرة ممكن يجيب اي احد وليس للشبه الكبير اللي بين مثلا اوبنهايمر هو وصل للروح المناسبة وصل لدرجة تجسيد مناسبة لي فمع العمر مع انه دور مش سوبر هيروز او انه شيء مع انه التقدير النقدي اللي جاله في المسلسل عنده شعبية كويسة فانا لو ابغى اشوف مستقبل يا رب ما اكون كلامي غلط لا انا اشوف انه بول جيماتي هو اللي ما عنده فرص كتير وكيلين مورفي دي بداية مرحلة جديدة لانواع افلام حيبدأ يستلمها اوكي اذا فمع ذلك انت لسه تيم كيلين مورفي برضو اوكي حلوة 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 بس بس حولك حاجة كيلين مورفي ينطبق عليه المقولة ثنائية الابعاد افضل دور في تاريخه افضل دور في السنة 100% موضوع لا ينطبق على واحد زي لوناردو ديكابريو اللي ما كسب الأوسكار يا 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 ده كان افضل دور في السنة 100% لكن دي بتتقاطع فعلا وده موضوع تم اثباته مع ظهور بق المنافسين عبر الافلام الاخرى في السنة والسنة دي كان فيه منافسين جمدين احنا بنتكلم على خوكين فينيكس نابوليوم بنتكلم على ناردو ديكابريو تحت زعامة مارتن سكورسيزي بنتكلم على منافسين جمدين فعلا وابن الازينة كفه ووفه انا مره بمبسطه عن ديكابريو وما جعله اي تقدير انه ما يستعلم عرفت توصل لبور تينجز ولا لس حينزل يعني لاحظت وعرفت انه فيلم ما يوزه في كل العالم فيلم في البريطانيا حينزل الآن تخيل؟ يعني فيه امليجي سنما اصلا ما اتبلوش تريلر في السنم انا مش متفائل بموضوع السنم يعني بس على اجل انه احنا مرة متأخرين بس شفت ده بويان ده هيرن بالانيميتد شفته؟ يستاهل انت لك؟ ها؟ انا ما استر تعرف لك مالي انت لك في الافلام دي ولا ما لك في الافلام دي؟ ايه الانيميل موفيز ان جنرال يعني؟ ايوه يعني لا ليه ولا مليش لو جاء قدام يحشوفه؟ يعني ميازاكي تعرف له افلامه؟ اسمع خليك في محرجة خليك في محرجة يستاهل؟ لا لانه ميازاكي حاجة ثانية ميازاكي ايز انا عارف يا سيديو انا حتطلع عموما انا بقولك انا مصوري لا 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 لو ده الفيلم الاول اللي هتشوفه او انك من تقول لا 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 انا حرج على الاصول هتفرج على سبريت الدوي وهتفرج على الشيات التانية يس انه الفيلم ده في تكريم لمسيرة وهو شخصي اوكي ويستحق؟ انا اشوفه مرة يستحق أقربة كفيرس ؟ انا ليشو فتد وليشو فتد؟ لا انا دخلت في قائمة كفيرس وكرمت الشرفية ابونا يسيء xide انا فيingenسى حب مع السيناريو هذا الفيلم وعلى فكرة اللي كتبوا نمساو من وصول مصرية والله هذا اللي عرفته هو المخرجة المخرجة فرنسية أو مما بشي بس الكاتب المشارك في الفيلم هو نمساو من وصول مصرية ليلي جلادستون للفوز بجائزة أفضل مم السلم؟ يا أخي دراما؟ لا كنت أتفضل مين؟ أنا كنت أفضل البنك بطل تخبيط فيا بقى مش عارفت تحرك أنا آسف أنا أفضل اللي فأناتو بيوفها فول فعلا وما شفت فورجوتن عشان كده ما أعرف كدور أمستون خربت فورجوتن اللي أنت مصمم عليه ده حرف واحد صح كيليام ميرفي تمام أمين أمستون طبعا ما نعرفش بس دي الكوميدي أنيويز يعني هي حالة مشابهة على ما يبدو من البصلة بتاعتك دويز أمستون في منافسة مع ليلي جلادستون زي ما قول جاماتي في منافسة مع كيليام ميرفي صحيح ما فيش حاجة تانية تستطيع روبرد دوني جونيور من الواضح أنه هو حياكل روبرد دينيرو ما فيش مجال ما فيه مجال العملية الصعبة قوي نولن نولن أخذ الجلو يوغارد خارجة السرب أنا أشوف أنه لو ما أخذ الأوسكار هتكون فضيح هيكون فائلا واضح لو عنده تهديدي هيكون فاضح لأنه إحنا دي حين في 2024 جماعة هي الذكرى العاشرة لواحدة من أكبر الفضائع في عالم الأوسكار وعدم ترشيح كريستوفر نونر على فيلم انترستيلر ترشيح ما ترشح عليه كاوسكار مو بس فاز ما ترشح كاوسكار لانترستيلر لو فيه تهديد ليه يبقى مين أنا بغشوف اللقاء مين كان في جولدين جلوب معه برادلي كوبر لا جريتا جيروغ لا مارتون سكروسيزي ممكن جارا إخراجيا سلين سونج باست لايبز لا صعبة التهديد اللي على يبدو أنه هو تهديد حقيقي ولكن احنا ما شفتناش الفالم يورغو سيانتيموس بور تيمز ممكن بور تيمز أيضا نون أس دا فورغاتن فورغاتن أنا ليه شهرين كل ما تقابل مع محمود وجيه سيفت الفيلم دا أقول فورغاتن مين فورغاتن دا أنا مش عارب بقى بس فيرنا فوز مصطحق أشفت شفت الإمز الإمز برضو يعني كرمت أعمال كثيرة يعني منها سكسيشن وأنا هنا بقول لك قدام الناس محمود أنت عملت إجرام في نفسك إنك ما شفت سكسيشن الآن وما عندك عذر دائما كلمتك الأساسية إنه أنا ما أبغى أتفرج مقرصا وأبغى أتفرج على بلاتفورم وأنا أأيدك في الكلام دا المسلسل موجود على أول سنة يا جماعة روح أتفرج عليه أنت مفوت على أمسك عظمة تلفازية درامية روح أتفرج عليه لأنه صعبة واحد في مكانتك يا محمود ما أقدر أفتح معه حتى من سكسيشن فلازم تتفرج عليه أنت عاوز تدخلني في أربعة ولا خمس موسم عشان تلاقي شوية تلفازية أربعة موسم وكل موسم تماني حالات يعني كتير فشخ أنا قلت اللي عندي يا جماعة يا بشد أنا وأنا وأنا أهلا بكم في المسلسل المستمر بيني ومحمود للموقحاولة إقناقي ده ما أنا جاد أقنعه في سكسيشن هاقنعه في مسلسل نازل في نتفليكس من الجودة أركب معاكم من بدري مشكلة سكسيشن معي أنتو ما بتبتوش تقولولي عليه غير بعد سيزن تول أصلا بكل أمانة أنا من الناس اللي ما التفتلوا إلا بعد سيزن تول ومع كورونا والله صعب علي أرجع أجيب مسلسل من أولهم طيب يعني فنلقط الحاجات من بأولها عشان أبعاكم في الصورة وما نوعاش من بعد خلاص هلأ دايك أقوى الأخرى والله أنا سعيد إنه أخيرا جلسنا وأتمنى إن الوقت كان كافي أتوقع أنا مادري ليه حاس أنه فيه أشياء فوتناها بس أنت بتقولي الأجندة كلها أتكلمني عليها يعني أكيد فيه شوية حاجات تانية ممكن نكون غطناها في المراجعات بتاعتنا في القوائم بتاعتنا في برنامج الناقد حاس أنه ما فيش كلام إضافي حابين نحن نقوله عليها فعشان زمن الحلقة وعشان نلاقي شوية وقت نتكلم فيه في الجولدنجلوب زي ما عملنا ممكن نكون تغضين عنه عموما للشهر اللي جاي من دلوقتي أنتوا أصلا في التعليقات ابتدوا قلونا الأعمال اللي أنتوا بتشوفوها شايفين أنها مهمة حابين أو شايفين أنها من الضروري تكون موجودة في الحصاد اللي جاي يبقى كده الأجندة أبقى نقشك في شيء بسرعة بسرعة وهم يشوفون احنا نناقش إيش رأيك نعمل شيء مختلف في السنة دي مع الحصاد لما نتفق على عمل حيتم نقاشه في الحصاد نعلن عنه بطريقة ما لازم نلاقي طريقة كده نقول نديله خط جوه الحصاد جوه الحصاد حصل على جلال ناس تتفرج عليه وتجي وزي ما اتفقنا ده طريق رايح جاي طريق رايح جاي احنا بنقول للناس والناس نقول لنا كمان عليه فممكن يا أن نحط بوست انستجرام مثلا عن محمودة وعندي نعمل لنا موقع بسيط وورد بريس أو شيء نحط عليه هنشوف طريقة قلولي على تويتر قلولي على انستجرام قلولنا في الكومنتات بتاعة الحلقة دي هنرجعنا بص عليها وحن نلاقي بعض وحن نحاول نلاقي طريقة نقول لكم أنا ومحمودة اتفقنا في الامداء دخل الحصاد مجرد قلنا دخل الحصاد مش بتكون قوي أو ضعيف بس إنه حيثينا النقاش تتقربوا عليه نتخلق جزء من النقاش هذا معنا حلو حبيبي يا دونز أنا نورتك ونت نورتني لأن أنا في بلدك ونت في الحلقة التعليم حبيبي يا رايس يا رب الحلقة تكون عجبتكم إن شاء الله وإلى اللقاء في الحصاد القادم وبي باي